موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام بكل خير أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد المتجدد من برنامج هذا الصباح والذي يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية الثالثة لتلفزيون الجزائري سنسعد فيه بخدمتكم ومرافقتكم على مدار ثلاث ساعات من البث المباشر والمتواصل وإلى غاية الساعة الحادية عشر بحول الله سنسلط ضوء خلالها على عديد المواضيع والقضايا والملفات في مختلف المجالات والقطاعات في مجال الصحة سنتحدث عن النمط الغذائي الأمثل والصحي لمرضى السكري نمط غذائي يجمع بين المتعة والحمية إضافة إلى أهمية اتباع نظام حياة متوازن يجمع بين التغذية السليمة والصحية وبين ممارسة الرياضة والذي سيفضي إلى حياة صحية تقي مرضى السكري من مضاعفات هذا المرض الخطير ومضاعفاته السلبية على صحتهم اليوم أيضا سنرصد الجهود الكبيرة لجهاز الحماية المدنية في حماية المواطنين من مختلف الكوارث والأخطار واليوم سنتحدث عن الأخطار الناجمة عن الحوادث المنزلية وتحديدا عن الحروق بمختلف مسبباتها وأنواعها وتأثيراتها ودرجاتها كما سنتحدث أيضا عن الأخطار الناجمة عن حوادث المرور وإرهاب الطرقات والتي وللأسف لا تزال تخلف خسائر معتبرة في الممتلكات وفي الأرواح أيضا في العمل الجمعوي سنرصد الجهود الكبيرة لجمعيات حماية المستهلك بتوعية المواطنين بأهمية الابتعاد عن الكثير من السلوكية السلبية واليوم سنتحدث عن التبدير وتأثيراته السلبية الاقتصادية الاجتماعية الصحية والبيئية إضافة إلى دورها الكبير في ترسيخ ثقافة استهلاكية صحية وسليمة تقن مستهلكين من مختلف المضاعفات والتداعيات الصحية السلبية على أنفسهم وعلى عائلاتهم في قطاع التعليم العلي والبحث العلمي سنرصد دائما الجهود المبدولة من أجل ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي من خلال تنمية الفكر المقاولة في الوسط الجامعي واليوم سنركز دائما على دور الحاضنات الجامعية في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة التي يحتاجها الطلبة من خلال المرافقة الآنية القبلية والبعدية من أجل مساعدتهم على بلورة أفكارهم وتجسيد أفكارهم لتصبح مشاريع مؤسسات ناشئة قائمة بذاتها تجعل من الجامعة الجزائرية قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية ودائما وبالحديث عن الشباب المبتكر والطموح من أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الخلاقة ممن يعملون جاهدين على تطوير حلول نوعية لمجابهة مختلف التحديات والمشاكل الحياتية والعين اليوم لباحث جزائري مبتكر وطموح استطاع ابتكار أول جهاز لتبريد ألواح الطاقة الشمسية والذي تحصل من خلاله على جائزة المواهب الشابة الإفريقية في إيطاليا لسنة 2024 ودائما بالحديث عن الجوائز وإسهامات المبدعين والباحثين الجزائريين سنتحدث أيضا عن الجهود المبدولة لتسليط الضوء على أعلام الجزائر واليوم سنتحدث عن الأمير عبدالقادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورائد المقاومة المسلحة الشعبية في الجزائر من خلال قراءة في كتاب سكة الأمير عبدالقادر الجزائري وبناء السيادة الوطنية لمؤلفه الدكتور عبدالقادر دحدوح والذي تحصل من خلاله على أفضل كتاب علمي في التاريخ والآثار والتراث في الوطن العربي لسنة 2024 اليوم أيضا سنتحدث عن فعاليات المؤتمر الدولي الهاجين الموسوم بالتحول الرقمي وتشكيل ثقافة مؤسسات الصناعات الغذائية من خلال تسليط الضوء على التحولات الرقمية وأهمية مواكبة مختلف المؤسسات لهذه التحولات من خلال انتهاج مقاربة في أنظمتها في هيكليتها في العديد من تعاملاتها الداخلية والخارجية وهو ما سيكون مفتاح نجاحها وضمانا لاستمراريتها في هذا العالم الذي فرضته التطورات التكنولوجية وفرضت فيه واقعا مغايرا تلعب فيه التكنولوجيا الحديثة دورا مهما في مختلف مناحي الحياة كل هذه المواضيع والغيرها من المواضيع سنتشرف بمناقشتها مع ثلة من الضيوف والذكاتيرا والخبراء لكن قبل ذلك مشاهدية الأفاضل أتابع وإياكم هذه الورقة حول أحوال الطقس والتي أعدتها الزميلة صبرين العوفي بوزيان موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل مشاهدين الكرامة صدر الله صباحكم بكل خير الاتراب الجوي الذي خصل مناطق الشمالية خلال يوم الأنس تبقى أطاره خلال هذه الصباحة على كل المناطق الشمالية مع صحب سفلة احتمال أن تكون هناك بعض الأمطار المحلية سرعا ما تزول خلال الظاهرة بينما بالمناطق الجنوبية ستبقى الأجواء مشمسة على العموم تطاير الرمال سيتشهده مناطق الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب خلال فجر نهار اليوم سجلنا ثلاث درجات فقط بالبيض أما بالمناطق الجنوبية عشر درجات كانت أدنى مقياس ببشار وجانت وأعلى مقياس بثمانية عشر نحو برج بجي مختار خلال ظاهرة اليوم الحرارة القصوى تبقى معتدلة بسواحل تقارب المعدل الفصلي مقياس بين 21 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية تصل إلى 16 فقط بالبيض والجلفة 20 درجة بتزيوزو 19 بقسنطينا قلمة وباتنا أما جنوبا 23 درجة بغردية وبشار 27 درجة بالوات بورقلا بمغير أيضا وحتى بجانت 29 درجة بإنسالح تقرب 31 درجة بتندوف بن عباس وبرج بجي مختار والأتنى و30 درجة بإنجزان أما خلال نهار اليوم البحر سيكون مضطرب على سواحل الوسطى والشرقية هنا الرياح تبقى قوية نسبيا خلال هذه الصباحة ثم تصبح ضعيفة خلال الظاهرة تتنى غربية تماما على سواحل الغربية البحر سيكون قليل الاتراب ريح معتدلة تتنى من شرقية إلى الشمالية الشرقية عن وقت شرق الشمس صباحة الغد على مساوى العاصمة وضوحيها سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا و33 دقيقة والغروب على الخامسة مساء و34 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة يومكم سعيد وإلى اللقاء موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل أرحب بكم مجددا مشاهدي الأفاضل ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح مستمرون معكم إلى غاية الساعة الحادية عشر بحول الله ونستهل أولى مواضعنا في مجال الصحة بالحديث عن النمط الغذائي الأمثل لمرضى السكري سنتحدث عن نمط غذائي يجمع ما بين المتعة والحمية سنتحدث أيضا عن أهمية اتباع نظام حياة متوازن يجمع ما بين التغذية الصحية والسليمة وأيضا ما بين الحركة وممارسة الرياضة والهدف دائما وحياة أفضل لمرضى السكري ونمط حياة صحي يقيهم من مختلف المضاعفات وتداعيات السلبية لهذا المرض الخطير على صحتهم وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع تشرف بحضور الأستاذ كريم مستوس هو أخصائي تغذية وحمية ومرشد صحي للسكري صباح الخير أستاذ كريم مستوس مرحبا بك معنا شكرا أخي صباح الخير صباح صحي صباح متوازن جميع مرضى السكري شكرا جزيلا لك أستاذ كريم مستوس نتشرف بحضورك معنا اليوم لنتحدث عن موضوع مهم جدا هو أهمية النمط الغذائي الصحي بالنسبة لمرضى السكري ممكن قبل الحديث عن مجمل الأطعمة التي ينصح بها الأطعمة التي ينصح باجتنابها لتحدث بداية عن أهمية التغذية السليمة والصحية بالنسبة لمرضى السكري أولا المرضى السكري وعبنا عن نمط معيشي بالصفة عامة وعبنا عن نمط حياة بالصفة عامة لسه فقط الغذاء الغذاء لديه دور مهم جدا أكيد أنه كما يقال الغذاء عبنا عن كما يقولون الفق الوحيد الذي لا يفرق الإنسان من المهدي للهد الإنسان يجب أن يصيب في اختيار هذا الغذاء الصحي مرضى السكري يعني دائما يدخل في هذه المؤهد لا يروح إنسان عادي عليه بتغذية صحية متوازنة وكما الغذاء الصحي متوازن لمرضى السكري يمكن أخير أن نتكلم على غذاء صحي لجميع أفراد الأسرة إن هذا الغذاء يجب أن نتكس فيه حاجيات الشخص الجسم كما نقول الشخص مريض السكري نقول حاجيات الشخص من بروتينات كانت حيوانية أو ناماتية من كاربوهيدرات صحية أكيد أو حساء الدهون يتكون صحية وهذا لم يكن هذا صحي متوازن تلقائيا تلقائيا هي غطي الحاجيات اليومية تاعوا من الفيتامينات والمعادن والألياف لكن ركيزة المهمة وهي اتباع غذاء صحي متوازن صحي لمرضى السكري هذا يساعد بشكل كبير على توازن سكر الدمتعه إلى جانب أكيد الأدوية التي قد دولت عن طريق طبيب المعالج زائد الحركة وهي عبر دائما عن ركيزة مهمة لتوازن سكر الدم إذن مريض السكري يحتاج إلى غذاء صحي متوازن وسليم أكثر من كلمة حمية نعم ممكن في هذه النقطة بالتحديد ما هي مجمل الأطعمة التي يجب أن يشملها النظام الغذائي لمرضى السكري ما هي الأطعمة التي ينصح بتناولها وأيضا نتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي الكميات والمقادير التي ينصح بتناولها أيضا من هذه الأطعمة أولا ممكن بشرة صباحية لمرضى السكري ألا وهي يمنع أن نمنع لمرضى السكري يعني غير مصاب مضاعفات أكيد يعني إنسان معنى مضاعفات ليس هناك في قموس هذا النظام الغذائي كلمة ممنوع هناك غذاء يعني مسموح على حساب الرغبات على السكري هناك أغذية يستحسن إجتنابها لهذا قلت تكلمة جدا مهمة في المقادمة عليك قلت إجتناب لا قلت إمتناع وكان أغذية ممكن تكون في المناسبات يعني إذن في مجمل هذا الحوار ليس هناك كلمة ممنوع إذن هناك نكمل الحاجيات ممكن في هذه النقطة بالتحديد يعني كل الأطعمة يمكن لمرضى السكري أن يتناولوها ولكن بمقادير على حسب الوقت حسب مكان وازدهم نعم حسب الظروف المحيطة بالسكري لديك مثال لا هي الأوقات المناسبة لديك مثال فقط غالبا تكلموه على السكر العباد أنه يجتنب لمرضى السكري وحتى غير السكري ولكن لما هناك تكون ظاهرة انخفاض سكر الذم للسكري تلقائيين أهم علاج لانخفاض سكر الذم هو السكر البسيط إذن هنا يأخذ السكر لمرضى السكري جراء انخفاض سكر الذم في هذه الحالة وهو مسموح بل منصوح إذن ليس هناك كلمة ممنوع هناك فترات يجب على مرضى السكري أن يأخذ سكر بسيط مثلا أثناء الرياضة أثناء السباحة إذن هناك كلام نتكلم عليه في كل مرة قلوا ممنوع 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 يصبح مسموح ومنصوح في مناطق معينة لهذا في مجمل القول ليس هناك ممنوع بل هناك أوقات محددة علينا أن نأخذ هذلك الغذاء الذي كان يظن بأنه ممنوع مثل قلت لك سكر الأبيض حتى كنت نتكلم عن العجائن هناك خوف هلع ليس خوف فقط من العجائن خاصة أرمال أطباق التقليديات كما شخشوخة ومثلة تكر بابين هناك هلع يمكن أن تخيير غذاء هو متعة يصبح هذا المتعة يصبح النمر السكري يعني كأنه عقاب تضع طبق كوسكوسية أو طبق شخشوخة وليستطع أن يتناولهم يعني يشعر بأنه عقاب رغم أنه الطبق يجب أن يأخذه ممنوع السكري النسبة المتوازنة التي ينصح بها ممنوع السكري و حتى غير السكري هي 55% عبارة كرموهيدرات أو نشويات لهذا لا تكرموش على كمية قليلة أو لكل شوية أو لحذاري لا تكون حالة تناسب الحصة لك مهما كان نعمار السكري يجب أن يلتزم بـ 55% من كرموهيدرات أي نسبة أكبر نسبة عناصر الغذائية تكون عبارة عن نشويات كيف يمكن تقدر هذه النسبة؟ نحسن بالطولة أن ننسى ممنوع السكري نعم كل شخص غير السكري ليس شخص غير السكري عشان لدينا نصل بضوء على هذه النهات يعني مفهيم دقيقة كيف يقول لك عنده سكر أو عادي كلهم يعني وناس عاديون فقط الفرق هو في سكر غير متوازن ولكن من ناحية العامة إنسان عادي نشاط عادي أمال عادية يعني طموحات عادية نجاح عادي فقط هناك تدبدب في توازن سكر الظن علينا أن نقوم بتعديله إذن كنت تكلموه على الكمية التي تحتاجها ممنوع السكري أقول أن نبدأ تكلموه على غير السكري نعم هي لحسب الطول الميزان العمر الجنس كان إمرأة ورجل نشاط عضلي مهم جدا يعني بقوة في كمية استهلاق الطاقة للشخص الحركة الحركة هذه كلها نفسها مئة بالمئة للسكري هذه هي المعايير لما عنده السكري هذه المعايير عش قلتك معلومة قلنا السكري بدون مضاعفة لو كان مرأة السكري يكون عنده مضاعفة مثلا تعقصوا الكاراوي يربش فيهم إن شاء الله هذه الحناء ندخله في الحيمية على ندخله في مقاييس وكميات البروتينات ندخله في كميات البروتاسيون ندخله في كميات منابع سلك الماء لهذا أنصح نصحة أخوية لكل مشاهدين عنده مرأة السكري أنهم يلتزموا بنصائح الطبيب وأخصائي التغذية ليس من يلحقوا لريجيم يعني قاعدوا غذاء الصحي مفاهم متعة ليس من يلحقوا لريجيم لو كان يكون هناك تمرد غذائي لمرأة السكري للأسف كان يمنهم بزي كان يتمرد غذائي قدير التياطات لهذا نصح نصحة أخوية أنهم يلتزموا بنصحة الطبيب وأخصائي التغذية ليس يبقوا حياتهم قاعدوا كل حياتهم إن شاء الله تكون صحية وفيها متعة الحياة لهذا قلنا أخصائي التغذية يقدر يحدد كمية ونوعية الغذاء لحسب هذه المعايير كما قلت سابقا الطول الميزان نشارة العضلية الجنس غالبا هذه المعايير يمكن نحدد فيها كمية ولكن هذا لا يمنع مجموعة النصائية عامة عن طريقة الفضاء الصحي المرضى السكري لا يقول شحال يأكل لكن كمية بصفة عامة شحال يقدر يتناول من كل الأغذية كانت منبع بروتيني أو منبع الكربوهيدات أو الدهون ممكن في هذه النقطة بالتحديد أستاذ كريم السوس وقبل الحديث ممكن عن كمية الأطعام نتحدث أيضا عن كل ما ذكرته وشيء رائع ولكن دائما ما يعتمد على وهي الطريقة الصحيحة لقياس نسبة السكر في الدم التي على أساسها يعرف المريض ما الذي يجب أن يتناوله سواء من أطعمة أو من أدوية ما هي الطريقة الصحيحة لقياس السكر في الدم أنا أرى هذه نقطة جدا مهمة لأن قياس السكر الدم هو المرآة السكري الداخلية مثال إذمار السكري الحمد لله تشاهد مظهر الخارجي ما شاء الله يعني مقرود شباهي نوار ولكن السكرتها مطالع وحتى مظهر التعوين أرى هو يعني عادي جدا لهذا تعيير تحليل سكر الدم عن طريق جهاز قياس سكر الدم المنزلي أرى هو مهم جدا لأنه هو يمتصور على المريض السكري كيف أشعره سكر الدم من الداخل كما قلوا بالله تشخيص تشخيص سكري الدم عن طريق الجهاز ويعاون بشكل كبير جدا بل ركيزة جدا مهمة طبيب المعالج علان طبيب المعالج يدخل عنده المريض من أجل فحص الطبيب أكيد يبدأ معي جمعها تحليل تحليل دم تعدم وتحليل تعالبون كرمكم الله وبالتالي هذه التحليل تبدو سورة للمريض السكري ولكن جهاز قياس سكر الدم يكون منضبط ويكون جيد تحليل تكون صحيحة دقيقة دقيقة وصحيحة وبالتالي الطبيب يركز على ذلك النتائج من أجل إعطاء الدواء أو تغيير الدواء أو نقص كمية الدواء هذا مثال عند سكر الدم الصباح طالع الطبيب يأكد يقول لك دواء تعليل يبدل دواء تعليل كان دواء تعليل كان سكر الدم تحليل تعدم كان حابط وممكن دواء تعليل صباح طبيب حسب تعييرات يقدر ينقص ويبدل ويزيد الدواء لهذا مهم جدا يكون تحليل تعليل يكون صحيح من أجل نتائج صحيحة من هذا الباب ممكن مدو كيفية تحليل سكر الدم أول نصيحة أخي ألا وهي إنسان يجب أن يغسل الدم لح يغسل الدم لح بسابون الحجر يعني بسابون الحجر يكون سابون طبيعي صح التعبير ممكن في هذه النقطة بتحديد وتفضلت أستاذ كريم موسى يعني نسبة السكر متى يكون مرتفع متى يكون معتدل متى يكون نازل حتى المشاهد الكريم يعرف ممكن المقياس الذي يعتمد عليه في تحديد ما إذا كان سكر الدم مرتفع أو منخفض هذه أهداف طبيب هناك أهداف عامة هناك أهداف خاصة نوضح لك فقط نقوله غرام في فترة صباحية غرام يعني رائع إنسان يعيد سكرتاو صباحي يقع غرام يجب أن يجيء رائع هناك غرام ليس مليح الماء الحامل يعتبر طالع مثلا مثلا إنسان سكر رياضي سكر رياضي عنده مباراة في الععب الأولمبيا وليس أنه منه أكيد أولمبيا مثلا في العدو لا يمكن يبدأ المباراة إنسان يعيد سكرتاو يقع 0-9 وليس يحابط عادي ولكن بالنسبة إليه أو يحابط لأنه سيجري لديك هذه الأهداف تغير من شخص إلى آخر ولكن بسفة عامة دائما كي نصائح عامة سكر رياضي ترتعوه مع الصباح من أحسن أن يكون بين 0-7 و 10 كما قاعد الناس لا يشبهوا لديهم خاصية عامة وبعد المجبهة ساعتين بعد المجبهة يستحسن أن يكون 1-40 بعد المجبهة غذائية هذا الفانق هو منخارط في العلاجة لا يوجد مشاهد منخارط في العلاج ليس منخارط أهم عنصره في العلاج هو مارس سكاري إن إذا يتخذ النصائح ودردجها مع أخصائي تغذية ودردجها مع طبيبه يأخذ بنتائج لأنه يعمل عليها ولكن يتعدل لهذا قلت بين 0-70 و 10-10 مع الصباح و 40-40 هذه نتائج مثالية ساعتين بعد المكلة لا يقول المجتاحل ولكن مارس سكاري يقول لك ماذا لحقنا هذه النتائج ماذا حصلت على وجهه ماذا تعوجهه فقط منخبضارة شوية تعب مع المارس تعب يعني شخصي نعم اجتهاد اجتهاد ويأخذ الطبيب أو أخذها تغذية بإذن لا يلحق ليس شيئا سمانة سمانة جاية ليس شيئا شهر ليس شيئا سمانة جاية المهم يلحق المهم يكون عنده ثقة في الطبيب ثقة في حصائي التغذية والعمل الجامعي و مدين أن تكون تعالى على السكر نعم هذا من يقال إنسان يخسل يدو مليح يخسلها مليح و ينشفها لأن الماء يقعد على الماء أقرأ مقرأ من الله ولا العرق فالحالة هذه قد يأتنى عن نتيجة كذلك أو تاني حاجة إنسان يلمس حاجة يلمس حلوة يلمس حلوة يلمس حلقومة الفاكية الماندارين تمر و ليس يدو مليح عيار السكر يلقعت للقرامات هو مكلمة مسكوتاوغرام وهذه الأخطاء تصدرها بثاف خاصة تشخيص المبكر للمنظر السكر يدو لها الجمعيات على مستوى الوطن إذن يجب أن نشطرطه على المريض لأنه يكون خسل يدو و يكون نقية و الأحسن إنسان يجد لك سبعه على يدلكه باش يقدر تقطع الدم تكون مليح لأن الخطأ كان يتروح من السكر يقدر للي يعرف هذا المشكل كين عيار السكر ديالي ولقى السكر قطع الدم صغيرة لا تخل لا تخرج و يقول يعبس هذا خطأ يقدر يؤثر على النتائج لهذا إنسان يقدر يقطع الدم يعبس و يدعها مباشرة لم يكن يعبس يعني يؤكد ثالب نقطة نعرف نقطة وهي استعمال غدم استعمال الكوحول وهذا خطأ يدعه بزاف الناس إذن إذن يعيير هذا الالكول قطع يؤثر على الشرائح الشرائح يؤثر على السكر مثلا فيمتز الزنزيم إذن يقص رائح يؤثر على النتائج لهذا إنسان لا يؤثر على النتائج ولا يؤثر على النتائج قطرة لا يدعها قطرة الثانية يدعها مثلا الشرائح يحضر هنا مكان المخصص لكي تسهل العملية و يجبد لبنة الوخص يجبد المخصص مسبق سوف نضع هنا هذا الجهاز يضع القلم المخص مهم جدا فرضي نأكد الكريم فرضي نستعمل الجماعة نحب 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 لكن الخير لا يستطيع إذن تخير إنسان يجبد يجبد يعيير 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 عيانة إذن لا يجب لا يجب لأن إنسان خطأ لماذا؟ عندما يستطيع عيانة صغيرة لا نرى لا نرى لا نرى نضع 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 هذا شخصي 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 لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب نضع إذن استعمل نضع الخطأ يتحوي في المرضى يسمعوني مليح هذا غلوب هذا الصغير لا يتنح بالعوج يتنح بالعوج البلد تعوج توجع يتنح عموديا عموديا نرى ننورها ونجبد أرقام نضع أرقام من الواحد لثمان لثمانية إنسان يجب رقيقة والأمرأة والأطفال صغيرة يجب 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 ثلاثة أربعة يجب يكون أحسن لذلك إنسان يجب رقيقة يجب 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 دراسة دولية أهم نقطة أو أهم مشكلة أو أهم عنصر لتجعل ديابيتك لا يعلم ما هو والألم دراسة دولية إنسان يجب رقم ستة ويعير يجب لا يجب إنسان يتأكد بالنظر في رقم واحد وإن زوج لا يجب الألم نعم إذا كان زوج الثلاثة يجب القلم يرجع ويجب ويجب ينحي ويجب عادي ينحي ثلاثة ينحي بطريقة يطعون ويطعون يطلب الحرارة ثلاثة 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 ونقية ونشفة يضعها عن طريق للسهن ويجب يعيّر فقط يعبز هنا فقط لماذا يستيلي ويعيّر يعبز بعد ما كان منسل ما أشي يدي يمسح يدو مليحة لكي قطة تعدب تكون مليحة ويخلق قطة يخلجها هي مدورة يحطها في مكان مخصص لها يمسح يدو أكيد وننتجة بعد 5 ثواني وننتجة 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 من الأحسن يكون الجهاز يكون واسع ليس يشوف مليحة ويكون فيه الضو لماذا يكون فيه الضو وممكن يحب يعيّر سكوته على الصباح يشعر بالخفض لا يشعر الضو وإنه يخلق وليس يعيّر فقط إذا كان الضو يبين هذا ما كان من باب النظافة أكيد هذا ما كان ليس في الأرض أخوتي هذا المكان المخصص عندما تذهب إلى المنزل إلى المكان الخاص وتضعها وتضع المكان المخصص هذه مبين أهم وننتجة الشرائح تأكد أذكر في هذه الصلاحياتها هي غالبية مئة بالمئة الصادرية لا يبيح نهاية الصلاحية وننتجة في البيت وننتجة وننتجة ثلاث شهر لا نستعملها أو من خلال لا يبيح وننتجة هل يمكن أن يكتب عن مجموع كما تشهيها مثلا اليوم 23 نوفمبر إلى 23 نوفمبر 23 نوفمبر 23 نوفمبر وننتجة وننتجة إذا لم يستعمل أيضا هذا أخير وهذه طريقة صحية لإستعمال قياس كورب نعم ومع يمكن أن يستعمل حتى ممكن دائما بالحديث عن الطريقة الصحيحة لجهاز قياس السكر في الدم الآن نتحدث ممكن نعود للحديث عن مجمل الأطعمة التي ينصح بتناولها وكمياتها ومقاديرها والأطعمة التي كما تفضلت يتجنب تناولها ممكن بكميات تؤثر سلبا على مرضى السكري لن تضيح صورة وفضل نعطي وجبة غذائية يومية لا يزال الوقت أكيد هي فتر الصباح وهذا الأغداء وهذا الأعشاء لكي نصائح عامة فتر الصباح تكلموه على الخبز هناك كثير من الناس هذه نصائح حمال مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني نعم نصائح عامة الخبز هي نوع كثيرة وأكيد أشعر مفجأة على الخبز الخبز المحسن الخبز على البرانجي لا تتكلموه على السكري نصائح حيث لا تتكلموه عن مرايس الكريب سيفا خاصة مئة غران في 55 غرام سكور الأخطأ التي لم نديرها في الخبز على البرانج أول خطأ ما ننحوش البابة ونحوش الفتات هذاك ما ننحوش القلب كما قولو صاحب الشرق لأن كل نحوش الفتات سكور يخرج نقول لكم معلش البابة هذيك فيها سكور أقل من القشرة نحوش البابة نكتره من القشرة وسكور يخرج نحوش خبز بالبابة والقشرة نصحة الثانية كمية الحساب اليد مش علم دقيقة على حساب اليد نقولها مع الأول الحساب الطول الميزان العمر تقريبا هكذا إذا كان بيتك طويل عنده طويلة يدي مرسو كبير كان بيتك قصير يدي صغيرة يدي مرسو صغيرة ذلك هذه خليقة ماشي ريجي نعم تقولي طويلة وعندي الظهر طويلة خليقة نصحة الثانية كان يساعد الخبز تقري إياه تحرقه نعم نحرقه الخبز يزيد مش ينقص عليها يزيد هذا كميثال نأخذ الكسر هذا في المسكر وضعه فوق النار لما يتبخر تولي شربات وذلك الخبز الذي نحرقه لماذا يكاين فيه ينشف وليف السكر كتر لهذا البنجريي ما يقولونش ممنوع ونقول له أحد في رأسه يقري الخبز ينقص السكر أو غالط ما يقريهش إلا أحد يقريه بس كي يحب البنجريي ما شي مشكل يقريه يقيسو ما يكاين ما يكاين لا يقريه شكاليه فقط ما يحش فلاص ومن يقريه مليح ويقريه بزيات ذلك مرسو خبز تاخدوه عادي ولم يقريه الخبز البسكوت يدون سكر أو يتباع بسكوت يدون إضافة سكر وإنسان كالمشتري يدخل الخبز يلقى بيدون سكر أو 0% مكتوفه تلقائيا يرفضوه لهم هنا خطأ 0% مكتوفه في 0% بسح الحقيقة ما حد فيه الداخل ما حد فيه فيه 75% 75% نعم اللي يباع البسكوت ما يكذبش ما يكذبش على ما يكذبش يدون سكر موضاء بدون سكر على المائدة بدون سكاروز سكر العلمي هو سكر هو سكاروز نعم يكتب سكاروز أو سكر كيف كيف لكم يكتب ما نفسك سكاروز بس كيف يكتب بدون سكر يعني قانوني عادي ولكن موضاء البسكوت موضاء البسكوت موضاء البسكوت كي تدور البسكوت يكتب كاربوهيدرات أو ناشوية 75% لهذا مش في المرض اللي يقتل مش في الجه اللي يقتل نتعلمون نتعيش مع السكاري لذلك البسكوت بيدون سكر ناخدوه زوج ثلاثة ما نزيدوش حتى وإنما كتبو بيدون سكر بيدون ملح مسوس كما نعصين مسوس مسوس كيف كيف سنيني قلت زوجت ثلاثة لأنه ما فيش سكر عفوا ما فيش للملح بسع فيه سكر الخبز تعدى كانوا جنواء كان خبز فطير كسرة يبسى هذه عرما قرآن وكان مطلوع خبز فطير كسرة يبسى حبش الغرب يسقلها الحرشة يسقلها فطير فطير كسرة يبسى هذه فيها سكر مرتين زيادة على الخميرة مرتين زيادة وأكيد الشاطرين في الرأي الجميع يسنين خبز فطير سكر ويطلع وعلاج ناخده خبز فطير نعجنوه مدرش فيها الخميرة مدناج غرسات سكر نقسم على زوج كل غرسة فيها 50% أما خبز الخميرة ما فيش سر خميرة عفوا اللي في الخميرة مدناج ربعة غرسات سكر نقسم على ربعة خبز في طير يطلع سكر بزاف لا يقول ممنوع الاعتدال قد الاستيطاع أما خبز تعالشعير وتعالنخالة مفاجأ المشهد الكريم يقضي يطلع سكر رغم تعالشعير وتعالنخالة نقول لك وعلاش وش معنا خبز الكامل خبز تعالنخالة هو خبز الكامل متاع الزراع كما يقول صاحب الغرب علاش يطلع سكرون منه الخبز الكامل هو عبعا قمح مرحي ومش يسوف فيه فارينة وفيه نخالة دياله خبز الفارينة وشنو هو هو قمح دائما مرحي بسح مسفي فارينة طيبة بها الخبز ونخال نحوها خبز عن نخالة فيه نفارينة دياله طبيعية وفيه نخالة دياله فيه سكوت على الفارينة رغم أن فيه الألياف قد نكثر منه نكثر من الألياف ومن الفارينة لهذا يطلع السكر إذا خبز الخميلة ونخالة ونخالة مليح كيف نكثر هذا نصيح حتى نسمعه فرصة بمعلومات ونخالة قادر يسمع كنكثر منه ستعفين كالوري خاصية ومش يشبع خبز نخالة ونخالة ونخالة سكري الاعتدال ما الذي يقدر هذا الاعتدال المقدار أخصائي تغذية أخصائي تغذية لابد من الرجوع إلى أخصائي تغذية نعم فيما يخص الدهون الدهون وعلى شكل تعنا وعلى شكل أغلب أحيان نسمعه نقصون يدام نقصون زيت ماشي منوعة خطأ كبير جدا يتحب مع الناس ميقفصين غير أخصائي تغذية في المنصة التواصل الاجتماعي نحي زيت سنتحدث أيضا عن الكثير كيف هذه الشائعات المعلومات المغلوطة نحن نده فيتامينا وفيتامينا 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 إنها قيمة تهيضاء Ugatsu لدينا ظيون اللي دهون ودیکmes ابينا نقول هذا Shel ده يالحال انه قرام يحسن 7 d dobram نقدر الله و أقول أن المبهونا يكونون شكورينيotti في الدم و الدم في العروق عندنا يكونون مرض، يكونون مرضوا من العروق بالأسفل الصباحة والخبز نحن بالدام أقول لك لماذا، سأضعهمهم إلى 100 دار فقط لدينا كميون الفارغ في جديد و كميون فيهرمل الفارغ، الخبز الحرفي يقدر يجري للدم و يتلعفوا كثير من خبزي فيه يا دام وذلك ملاحظة يدر شوية زيت ولا شوية زبدة كيقول زيت زيتون مليحة ولكن تقاوية تخيل زيت زيتون تقدر تسمين كتر من زبدة رغم أنها صحية بامتياز صحية لذلك إنساء نوزن زائد ما يشخشخش يدر شوية زيت والزبدة صح فيها كوليسيرل ولكن الصح فيها فيطامين دي يتقوي الماناعة وذلك الممنوع في الزبدة واشنو هو ليه يأخذ مرسو خبز ويطلص حتي يخرج من طرف هذيك المتعة وذلك المسحة زبدة مستحيل تسمين ولو سمين المسحة زبدة مستحيل تطلع كوليسيرل ولا عن كوليسيرل مسحة نيقول فقد يأخذنا هذيك الدوق للمقالوبة بعد الأكل هذا ما يخص الخبز على الصباح لحبية تكلم عن الموضوع أخفت نغوية نمريت تكلم عن المسمن والخاف المعارك هذه الأطباق يعني أنه معنما كيف يحبوها وقلنا وقلنا مرسو خبز ومرد العروق وذلك المسمن معمر بالزيت نقرسوها بالزيت ونحلوها بالزيت والطاجين فيها زيت وذلك المسمن معمر بالزيت والخفافة يعوم في الزيت هذا كباين أسكن منوع للمشاهل الكريم كان يقول لك المنوع ولكن مرسو خري حيات مرسو خري حيات ماشي سمانة حيات كان عندها مرسو خر وكان يشوفوا المسمن يطيب في الدار وما يأكلوش يطلع سكر تحهم حتى لو لم يكلاوش بلونق واس بسكوا لم يكلاوش لكن لو تطلع لم يكلاوش تطلع تقلق وكان يقول لك يمال يرحمها لي غلط غلطها لا غلطش إذا مرتين ما خليش مرأ على مرأة مسمن ولا خفافة فسنوش يموت ولكن نصيحة يدير حبات صغار قسل بني علىها تكون خطأي أنت حوفي في العائلة وشنو هو لأنه عنده مرسو خر يدي نص حبا وليما عنده سكر رايح وجاي المطبخ لهذا يدير صغير لأنه عنده سكر إذا أحبته لما عنده سكر إذا أحبته صغار ولقعات الخير يدير من ذلك إن شاء الله هذا الإشكال يطرح أيضا في المناسبات في المناسبات ذو ك ذو كتكلموا عنها فإذا كان مناسبات شوئية اللغة والأحشاء لكي نصلوا للمؤمن لوجباتها على النهار دائماً يديرون خضرات نيئة وما عندها كانوا حول المرشي كانوا حول السوق الخضرات الخيسة هي المليحة يعني مباشرة لكسل كسرات وهذه خرمانة هذه وهذا رب نشطها فيها عنصر معين وخير في عنصر معين وخير في بروفيتامين آل وخير في فيتامين سيد ما نتعلم في هذه التساؤلات رغم أن حقيها ككلام من هذه التساؤلات كنا نروح للمرشي ونظر على المرشي الخضرات الخيسة أكد عليها هي المليحة على الخضرات نيئة أنا بدأوا بها لأن الخضرات نيئة قزمة عندها كل خضرات مليحة نعم أعجب أن يدوا بها لا يتنسب شيء بالسيارات يلحق الحاجزة للشرطة نحييهم هذه المناسبة ودورتهم يعني دور نبيل أنهم يقوم بتنظيم موروظة سيارات من أجل تقليل حوادث تقريبا نفس الصورة يمدوا بخضرات نيئة ساعد في تقليل سرعة السكر لكي بعد المرشبة غدائية وبالتالي تنظيم سرعة المرور تحت السكر ونقسم الحوادث لمضاعفات هذا مهم جدا وهم جدا نبدأ بخضروات نيئة كل خضروات نيئة بسموها مورا الأطباق كنا شوية طعام مقارس باقيتي عدس هذه كلها بسموها فقط الكمية إذا الأخصائي تغذية لا يقولون الكمية العساب لذات تعوي بصفة عامات كان تبصي ما قلت بيسي في حوالي سبعة مغارف ثمانية هذا هو تقليبا ممكن أكتر ممكن أقل أحسن العاجيات تعال الفرد هذه الكمية تأكدها ما هي أولا يطيب بزاف يتحرحل يطلع سكر يطيبوها عادي يطيبوها عشرين دقيقة يطيبوها حسب كنتم تكتبوا في المبالج النصحة الثانية في حالة ما يطيبوه مور سكر كلها شلادة بعد كلها الطابق تعالوا 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 حقوا كلها حقوا اللي قالوا أخصائي تغذية كولوا و السكر تعالوا وطلع خوتي يا طبيب يتحقي بهذه العبارة و سكرتها يطلع احتمال عنده تعافونات انفكسيون ولا يداوي المرض ما هي ما يناكلش واحتمال يكون بالكاشي يقول لي بلانسيولين إلا ولا بلانسيولين سمعوني مليح في الكاميرا سمعوني مليح لانسيولين ما هي مع انته ولا غراف ما هي ما هي ما هي غراف لانسيولين عينك صحيحة ما هي ما تتعماش لانسيولين قلبك صحيح ما هي مرج لانسيولين ماشي لانسيولين لانسيولين و واشي تقول له شكرا ورحم والديك خاف عليه و بتقول مليح و بتقول لم طبيب يقول لانسيولين خذ رأي ديالو بسي مصلحتك من خص نكلمه على الحوب اليابيسى العديس يكون حب ما هي مرحي أحسن أما اللحوم الوجبرة كانت كائنا في الدار يعني مسموها إذا لم يكن كائن كيف كيف لأن الحم ليس فيطال يعني إنسان قاعدة كائن ناس فيجيتاريان نباتيين لا يأكلوا لحم نعام كامل ولبس بهم لكن يتنوعوا في الغذاء مهم نوع في الغذاء هذا موضوع أخر ممكن أن نتركونا في الشراء لك المفرس والخلاص يما يقص تكلم عن السردين ماذا ينسحق السردين؟ الحوت ماذا ينسحقون؟ إذا التعنى ماذا ينسحق؟ سحق 140 غرام 140 غرام مشطة السردين تكفي والداوي يعني إنسان قادر يدير طبس شلدة طبس يروز رباح بيت سردين وجبة غدائية رائعة يعني إنسان مربعين رباح بيت سردين يكفوه من أجل إعطاء الحاجيات اليومية التي تعنا من الفيتامينات فيتامين د خاصة ليس حاجيات بسحة النسبة عالية زائد بروتينات زائد لوميغا تخوة أما الفواكه الفواكه البيض البيض ناكله حسب يعني باعتداد ليكونش بشكل يومي مكثف رغم أنها دراسات تنفي أن البيت على التهمة التي تهمها بها من كوليستيرول و صحي ولكن نبقى و نقوله يعني باعتداد مغلي و إلى مقلب قطرة زيت ليس من يلسق فقط الصفر يكون نص طياب والبيض طيب مليح أما الفواكه أو كاين الخير إن شاء الله يلاهدون إن شاء الله إن شاء الله يناول لكم الفواكه الملوعة كاينة وحدة فقط هي ليه يكون حقوق و حقه ليه يكونش حقوق علىها قلنا كل مرضو مرضو مرض العروق نعم 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 أكيد الأستاذ كريم السوس أخصائي تغذية و حمية و مرشد صحي للسكري كل الشكر لك على كل هذه النصائح و على هذه الإرشادات التي وفيتنا بها حول أهمية الاعتدال في النمط الغذائي الصحي والسليم سواء بالنسبة لمرضى السكري و حتى بالنسبة لغير السكري شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح والإرشادات شكرا إذن مشاهدية الأفاضل نازلنا مستمرين معكم دائما ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل شكرا 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 أرحب بكم مجدداً إذاً مشاهدي الأفاضل دائماً ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح في هذه الفقرة سنرصد دائماً الجهود الكبيرة لجهاز الحماية المدنية في حماية المواطنين من مختلف الكوارث والأخطار سواء الأخطار والكوارث المتعلقة بغاز أحادي أكسيد الكربون هذا القاتل الصامت والذي لا يزال ضحايا دائماً في تزايد مضطرد أيضاً الحوادث الناجمة عن حوادث المرور وإرهاب الطرقات والتي لا تزال تخلف أرواح العديد من الأبرياء وتخلف دائماً خسائر معتبرة في الممتلكات سنتحدث أيضاً عن الحوادث الناجمة والأخطار الناجمة عن الحوادث المنزلية وتحديداً عن الحروق بمختلف مسبباتها أنواعها تأثيراتها ودرجاتها من خلال مختلف الحمالات التوعوية والتحسيسية لجهاز الحماية المدنية والهدف دائماً هو حماية النفس البشرية وضمان سلامة ممتلكة المواطنين للتفصيل أكثر في هذه المحاور وجهود جهاز الحماية المدنية على طول السنة وطيلة أيام الأسبوع تشرف بحضور دائماً الملازم كريم بن فحصي والمكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المدرية العامة للحماية المدنية صباح الخير سيدي مرحباً بك معنا تحية لك ولكل الساهرين على أمن وسلامة الوطن والمواطن أيضاً تحية صباحية أعطى لك سيدي الفاضل ومن خلالك لكل الزميلات والزميلة في استوديو صباح الخير مشاهدنا الكرام قلهم يوم مبارك بداية أسبوع موفقة إن شاء الله كل الشكر لك الملازم كريم بن فحصي إذن دائماً بالحديث عن جهودكم الكبيرة في حماية النفس البشرية وضمان سلامة الممتلكات من مختلف الأخطار وللأسف وما أكثرها نبدأ دائماً بالحديث عن حوادث المرور قبل الحديث ممكن عن مجهوداتكم عن حملات التوعية والتحسيس ما هي الحصيلة المسجلة طبعاً المدرية العامة للحماية المدنية لازالت تحصي في تدخلاتها خلال 24 ساعة الأخيرة حوادث مرور ممويتة أو ما يعرف بالمجازر المرورية إن صح التعبير خليني نقول لك أنه في 48 ساعة الأخيرة أي يوم من الخميس صباحاً إلى غاية اليوم الجمعة من يوم الجمعة إلى غاية وجودي معك الآن في البلاتو عندنا أكثر من عشر وفيات من جراء الحوادث المرورية الأليمة التي عرفتها شبكة الطرق لو نعود إلى الأرقام نقول باللي العدد هو في تزايد إذا تكلمتك الأسبوع الماضي على 1700 قاتل منذ الفتاح جونفي من السنة الجارية إلى غاية اليوم اليوم نتكلم نحن على مقربة لدخول إلى 1800 قاتل إذا تكلمنا على عدد المتوفي من جراء الحوادث المرورية لو نتكلم على جهود الدولة الجزائرية في الميدان الجهود ما زالت متواصلة وانت اليوم تمثل مؤسس التلفزي العمومي تستقبل وتستضيف أطباء وممثلين عن الحماية المدنية والأمن الوطني والدرك الوطني لمناقشة هذا الموضوع من أجل تقديم نصائح أكثر إرشادات أكثر دوجيات أكثر بخصوص توعية المواطنين من جراء الحوادث المرورية خليني نقول لك في حادثة غاربة عشية أمس نقدر نقول حالة وفاة نسميها بلك فريدة من نوعها على مستوى ولاية وهرن وينسجلنا وفاة شخص داخل مصعد كهربائي بسبب أنه كان يرافق دراجة نارية هذه الدراجة النارية كان يتساقط منها نوع من البنزين والزملاء والمرافقين لهذه الدراجة داخل مصعد كهربائي كانوا على موعد مع التدخين ومع رفضين سجائر معهم فكانت كارثة على مستوى هذا المصعد الكهربائي وينفوفنا شخص في عين مكان والأخرين كان عندهم حروق أو إصابات مختلفة يضافون إلى الحوادث المرورية باعتبار هو صح الوفاة جاءت من جراء حريق لكن السبب الأول لوجود هذه الحالة هو الدراجة النارية التي كانوا يمتاطونها ثم وصلوا إلى العمارة أو مقارش كناهم وركبوا فيها ولا ركبوا في المصعد الكهربائي المهم نقدر نقول الأسباب كانت بهذا الشكل لكن في الأخير نتكلم على وفاة نتكلم على إصابات نتكلم على جروح خطيرة الآن متواجدين على المستوى المستشفيات هذا النموذج خليني نقول لك النموذج الأخرى في العديد من ولاية الوطن في عين الدفلة في السطيف في ولاية المدية في العديد من ولاية الوطن التي ما فتئة تسجيل حدث مرور إلا وكانت معه الوفيات والضحايا وأنا بين قوسين فقط عشية أمس متواجد على مستوى مستشفى محمد بوظيات في المدية خارج إطار المهمة خارج الوظيفة نشوف العديد من سيارة الإسعاف للحماية المدنية تجيب مصابين من جراء حوادث مرورية هذا يقول لك استيدام وهذا يقول لك دهس وهذا يقول لك سقوط من على دراجة نارية فما زال منحنى الحوادث المرورية في التصاعد أنا أعطيت لك مثال على وجودي في مستشفى معين في ولاية من ولاية الوطن هذا النموذج يدله إسقاط في كل ولاية الوطن تعمين؟ طبعا إذا تكلمت لك بلغة الأرقام نتكلم لك على 24 ساعة تعمل يوم الخميس اليوم الجماعة نتكلم لك على مصالحنا قامت بيث الـ 351 تدخل في مختلف المهام التي هي تحت مسؤوليتنا بمعدل 25 ثانية أو تدخل في كل 25 ثانية شك 25 سيقوند نصيبونا إنترفنشون تا البروتكشون سيفيل سواء حوادث السقوط، إخماد الحرائق، حوادث المرور، إجلاء الصحي، الجهاز الأمني إلى غير ذلك شك 25 سيقوند تدخلين في الدقيقة طبعا تدخلين تقريبا في الدقيقة وهذا عدد كبير من تدخلات عن مستوى الوطني إذا رحت لك إلى محور حوادث المرور باعتبار أنه محور أساسي لا نتكلم عنه الآن نتكلم لك على 213 تدخل خلفت هذه الأخيرة 208 جاريح وللأسف سبع وفايات هذه الـ 24 ساعة لي من الخميس للجمعة منهار الخميس عن ثمانية أصبح للجمعة عن ثمانية أصبح عندنا سبع وفايات سبع متوفين كانوا حيين هاليا 24 كانوا حيين نهار الخميس قبل ثمانية أصبح أنا دايما أتكلم بهذه اللغة وبهذه الزمكانة الزمان والماكن حتى يعرف المنطن الكريم أنه خطورة الوضع في منحانة تصعدي أنا لست موجود هنا باش نخوف الناس ولكن موجود هنا باش نوعي الناس موجود هنا باش نقول الحقيقة للناس باللي المنحانة تحوادث المرور وفي تصعدي رغم جهود الدولة الجزائرية رغم ما تقوم به مصالح الدارك الوطني في السودود على مستوى شبكة الطرق أو على طول الطرق الأمن الوطني في إقليم اختصاصهم أفراد الجيش في إقليم اختصاصهم كين جهود الدولة موجودة في الميدان حمية المدنية تتدخل بعد وقوع الكريثة حنا ما عندناش ضبطية قضائية باش نديروا باراجات والنحي وربما رخصة سياقة والأغذائب لكن عندنا عمل نقدر نقول يقابله ما يسمى بالتوعية والتحسيس يمكن لنا أن نقف في السودود مع الأمن الوطني ودارك الوطني باش نوعيو المواطنين حنا ما نخرجوش باش نسعفوا الجرحى ونروحوا لزاكسيدون سير كلاسو حنا نخرجو باش نديروا عمل استيباقي نوعيو من خلال المواطنين مره نش حبينا نزيدوا أرقام كثير من الليار ما عندنا كمؤسسة وقائية رفقة مصالح الأمن ودارك الوطني حتى مصالح الأمن لو يجي زميننا تعالى الأمن الوطني ودارك الوطني حيقول الكلام هذا أرقام في تصاعد نسب مئوية في تصاعد لذلك احنا أردنا في هذا المنبر وانت تعلم أنه الموضوع الأساسي اللي كنا نتناقش عليه موش حوادث المرور موش موضوع الموضوع الثاني ولكنه فرض نفسه ولكن فرض نفسه باعتبار أنه في أقل من 148 ساعة سجلنا أكثر من 10 وفايات راحوا ضحية الحوادث المرورية فنحن نتوقف زميل عبدالجليل ونقول للمشاهد الكريم كفانا أرقام كفانا حوادث كفانا السلوكيات سلبية نعم خلينا من السلوكات السلبية التي العواقب تكون واخمة عندي البلاكات تقول 80 أمشي 80 لا رح نوصل في ساعة نوصل في ساعة ونص لا نوصل في ساعة ونص ونوصل في ساعتين السرعة المفرطة والتهور والمجزفة والمخاطرة والمشحنة دائما العواقب تكون واخمة ورا نشوفوا فيديوهات تتحط في التيك توك وفي صفحات الفيسبوك يكونوا زملاء ديجون هكذا يكونوا يسوقوا في مركبة ويشوف الكونتور كيف يزيد في الافيتاس انتعوا ولا تشوف إذا كان إلكتروني تشوف الافيتاس كيف يزيد وهما في واحد الجو من النشوة والفرحة أنا أقول له بالله عليك يا زميلي يا آخي يا أوليدي يا رك تشوفي الآن عندك عائلة يتنتظرك عندك أم عندك أب عندك إخوة عندك زملاء عندك مؤسسات دولة را يترعى فيك بيش تصبح غدوة مسؤول في هذه البلاد فكفانا حوادث مرور نقول لهم خلينا من كل السلوكية السلبية سوق ليك وسوق لغيرك نعم مراناش حابين نزيدوا نسجلوا أرقام مراناش حابين نشوفوا أكثر من الصور الشنعة اللي رانا نشوفوها على مستوانا كنقل على مستوانا في المدرية العامة زميلي جليل وبهذا اللي يخلص لك نظام الدوام بتاعك تقدر جزعنا للمكتب في المدرية العامة روحنا أعطيك الفيديوهات والصور من الواقع شوف الآلم فمراناش حابين تكون نهاية سنة دامية إن شاء الله المواطنين يتوعاوا أكثر ويأخذوا بالنصائح والإرشادات سواء اللي قدموها إحنا ولا تقدموها أنتم الإعلامين ولا يقدموها زملائنا رجال الأمن ورجال الدرك في البلاطوهات ولا في الميدان والهدف دائما هو حماية أنفسهم وعائلتهم من خطر حوادث المرور وضمان سلامة الممتلكات ممكن دائما بالحديث عن جهودكم الكبيرة في حماية المواطنين من مختلف الأخطار وكما قلت وللأسف وما أكثرها نتحدث أيضا مع فصل الشتاء نتحدث عن غاز أحادي أكسيد الكربون أو القاتل الصامت ما الذي يمكن أن نتكلم فيه عن هذا الخطر أيضا من خلال الحمالات التوعوية والتحسيسية هو أيضا يخلف العديد من الضحايا أيضا فيه والله بكل أسف إن وحسرا سجلت مصالحنا صبحت اليوم في حدود الساعة الساديسة وسبعة وخمسين دقيقة تدخل لأجل إجلاء ضحيتين تعرضتا إلى الاستنشاق بأحادي وسيل الكربون وللأسف توفاهم الله سبحانه وتعالى هذا الحالة كانت على مستوى منطقة عين الكبيرة بولاة السطيف عندنا زوج من جنس ذاكر توفاه اليوم صبح الله اشتاحهم واحد وثلاثين سنة فيضافون إلى 82 أو 84 حالة التي سجلتها مصالحنا خلاله 2024 كانت عندنا 84 حالة وفات في سنة 2024 من جراء التسمم بأول أكسيد الكربون ومختلف الغازات الأخرى هذا الضحيتين الذي سجلناهم اليوم الصبح على مستوى منطقة عين الكبيرة رمي يضافه إلى خانة الوفيات ربما الحدث الليل فتل انتباه خلال الأرقام التي تفضلت بها التي هي 84 والواقعة التي وقعت في منطقة تيبازا زوجين ليلة زفافهما لقي حدفهما بسبب استنشاقهم لأوحدة الكربون وأصبح جثتين هامدتين على المستوى المسكنة يعني من فرح إلى مأتن طبعا تخيل معي احنا فرحانين بولادنا هذا البنت ولا الابن هذا اللي يدخل العروس وفي الصابح يأتينا النبأ أنهم جثتين هامدتين بسبب تسممهما بأول أكسيد الكربون المنبعث من مستوى المسكنة كان في الحقيقة هذا الحدث هو الذروة أو كان في ذروة التدخلات في كل مرة كنا نتكلم في البلاطوهات الإعلامية منهر اللي صرعت هذا الواقع في أكتوبر من هذه السنة احنا في كل مرة نجبدو هذا المثال اليوم أعتقد أنه الصفحة رح تطوى ورح نبدأ نتكلم على جثتين لتاني توفيتها صباح تليوم على مستوى منطقة العين الكبيرة بولاية السطيف نترحموا عليهم كمواطنين كرجال حماية المدنية ولكن يخلينا هذا التدخل النقف كذلك ونوجه عدة نصائح عدة إرشادات المواطن الكريم بخصوص القاتل الصمت الكل يعرف أنه الآن انخفاض محسوس في درجة العرارة في الليل بعد المغرب راهو انخفاض كبير في درجة العرارة كل العائلات الكريمة ستستعمل وسائل تدفئة كاللي يستعمل البول اللي تمشي بالغاز ديفيل واللي تمشي بالبروبان بالبوطان واللي بفورنه تعريزيستانس للبندويل فكل واحد يستعمل وسيلة تدفئة نحن الآن نركز على ما هي الوسائل التي تشتغل بغاز المدينة أو غاز البوطان فنقول لهم بالله يا عليكم 84 حالة أو 86 حالة وفاة الآن موجودة في 2024 كلهم كانوا يعتقدون بأنهم في منأة من الوقوع في هذا الفخ نعم أنا نتكلم على هذا الموضوع بالذات زميلي جليل لأنه يقابله جهود إذا كاننا اليوم جهود في الميدان متمثلة في قوافل توعوية تحسيسية متمثلة فيما تقوم به مصالح صونالغاز متمثلة فيما يقوم به السيدة الأئمة وخطاب الجمعة متمثلة فيما تقوم به الأسرة التربوية الأساتذاء والمعلمين في المدارس ما تقوم به مصالح حماية مدنية ما تقوم به الوسائل الإعلان من أجل توعية المواطنين ما قام به سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في القرار السيادي في منح الكاشف الغاز مجانا إلى كل زبائن صونالغاز كين جهود؟ بالمقابل تصلنا صورا بالمقابل تصلنا صور نقدر نقول باللي لا يمكننا التعبير عنها أو ربما تخلاص العبارات فيها لما نشوف عائلات كريمة في مختلف ولاية الوطن دير البوال في الكولوار ومخرج الأنبوب تصريف الدخان ومشيه في الكولوار ومدخلوا في الصالو ومدخلوا إلى خارج المنزل فهذا سلوك يتنافع والإجراءات الوقعية فنقول العائلة الكريمة كل ما بعدنا عن نصائح والإرشادات اللي راهي تبث في وسائل الإعلان ولا تتحط في الصفاحة الرسمية في الفيسبوك ولا نتكلم عليها مع المواطنين في قواف الجوارية كل ما بعدنا عن نصائح كل ما راح تكون العواقب وخيمة وكنا نتكلم على في شهر سبتمبر تكلمنا على الصيانة الدورية لأدوة تسخين وتدفيع قلنا للمواطنين جيب البلوم بي يشوف لك الفورنون تاعك ممكن هو فاسد ممكن فيه تيرموسطا تيرموكوب ممكن كين خلل في قطعة من قطع الغيارة اللي راهي مركبة لهذا الجهة خلي المختص يكتشفها وانت تعرف بالجهاز تاعك أصحيح إذا كانت طلاف لام زرقة نعم إذا تغيرت للون الأصفل للأحمر والبرتقالي فأراه وماكين خلل التقني كما تعرفوا وانا ما نعرفوش كل يعرفوا صحاب سمكارة صحيح تكلمنا على أنابيب تصريف الدخان حذاري أننا نديروا بوال وما نجداري له تويو دي فاكياسيون حذاري نديروا البوال ونديروا تويو دي فاكياسيون فليكسيبل هذا كتويو الفليكسيبل المارين ما يستعملش باش يصرف فينا الدخان ولا الغازات المحلوقة هذا كنستعملوه في الكوزينة باش المراكي تكون طيب السيدة الفاضلة يخرج الفوار تاسبيريه لاوت ويخرج خارج المنزل لأنه هذا يحدث فيه ثقب لا تورى بالعين مجردة يقدر يكون هو سبب في انتشار مونوكسيد الكاربون في الدار تكلمنا على مراقبة المدخانات أو مخرج المدخانة لشو ميني الناس اللي تكون في العمارة عندهم شو ميني مشترك مدخانة مشتركة قلنا لكم روحوا وشوفوا في العمارة الفوق في السطح ممكن في الصيف رأي جاي طيوح جاريحة بنات العشاش غمت هذوك المدخانات وبالتالي كل شوك العمارة معرضين للمونوكسيد الكاربون تكلمنا كذلك على ما يعرفوا بالوضع الأمني لجهاز مسخن الماء مسخن الحمام كيفاش نروحو في دار من ديور ولا في أسرة من الأسر ننقا وشوف با داخل الدوش وما عند دوش فانتا ولا أنا ندخلو نستحمو في هذا الدوش ونستحمو في نفس الوقت رأنا نستشقو في المونوكسيد الكاربون وقفتم على هذه السلوكية ومارسات في عملكم الجواري طبعا سلوكيات سلبية سجلناها من خلال خارجتنا في قواف الجوارية مع مصالح سنالغاز مع مصالح التجارة مع مصالح الأمن والدارك الوطني اللي يرافقونا في هذا العمل وقفنا على هذه السلوكات اللي نسميها أنا سلوكات سلبية لأنه مصالح سنالغاز باش تعطيك التموين في القاز في دارك لابد عليك أن تكون عندك جملة من الإجراءات الوقائية مطبقها فبمجرد أن هجوز هذه اللجنة التقنية المواطن يروح يدير تغييرات ولا صيانة في داره ويتناسى هذه الإجراءات الوقائية اللي يقالوا لهم التقنيين وبالتالي هنا يقول لي محل فخ كذلك تكلمنا على الطابونة وأنه مستحيل الإنسان يروح يدخل الطابونة للدوش باش يسخن الدوش وبعد يدخل الدوش فكين غاز محروق رأي يطلع للسقف وبعد يبدأ يحبط على الجدران إنت غير دخل الدوش تشم هذا الدخال المحروق ولا الغاز المحروق تولي جثة هامدة وأهم شيء تهوية أيضا طبعا أهم شيء يتكلمنا عليه هو منافذ التهوية لابد من وجود منافذ التهوية سواء هذه اللي تأتي في البردان تري تأتي واحدة الفوق واحدة التحت باش الهوية يدور ولا قلنا لعائلات الكريمة خليه والنوافذ على المطبخ وتعصال دعبة خليه دير هذه نتكلم بالدرجة باش نشر خليه التاقة مفتوحة النافذة دير الدفاء الدفاء باش الهوية يدخل لنقيم بره خليني نقول لك زميلي لو يسمحنا القانون وننشر لك الصور تعصطي فتاعة اليوم صبح لكن اليوم ما تقدرش تكمل الحصان في التنشيطة راح تتأثر أكثر لما تشوف جثتين هامدتين في مضاجعين وبالتالي نحن لا نريد أن نقف على صور أخرى من هذا الشيء فنحن نتواصل مع العائلة الكريمة الآن ربما أتكلم بهذا الحماس وبهذه السرعة حتى نخلي العائلة الكريمة تتفاعل مع الموضوع لا نريد أرقام أخرى في باب الاختناق أو التسمم بأولوكسيد الكربون خليه منافذ تهوية ومنافذ تهوية ومنافذ تهوية كل مغلقته الدنيا بالسكوتش بالشرطة الطو بالجوانات تواقي ما خليه منافذ تهوية على البيبان كل ما راح تكون عواقب وخيمة و84 اللي سجلناها السنة 2024 لو كانت تبدأ تدير في الدراسة تمحيصية للأرقام راح تلقى عائلات بأكملها لا أثر لها الآن في الوجود يعني دفتر عائلي دفتر عائلي وحيان للوجود عائلة بأكملها عائلة سين ولا عين أصبحت لا وجودة لها في الحياة وبالتالي أنا أنصح كل من يشاهدنا الآن سمعونا تبعوا النصائح والإرشادات اللي رامي مدوا هالمختصين باش ما تكونوش انتوما في فخ الاختناق لأنه الاختناق هو فخ سين بياج انتارك تقول باللي أنا ما عندي ويلو في الدار لكن هو وراه يدخل في الجسم انتعك ولا ما تشعر لأنه أول أكسيد الكربون يسمى بالقاتل الصامت لأنه ما عنده لون ما عنده صوت ما عنده ريحة ما عنده ماذاق ولا يرابي العين مجردها وبالتالي يقدر يتحط على الخلايا على الجسم والدورة الدموية التي خلقها الملاعزة وجل الدير الدوران الفطر ينتح ترفض هذه الغازات السماء مباشرة إلى العقل سبعة دقائق تكفي سبعة دقائق نعم سبعة دقائق تكفي الإنسان باش ينتقل من الحياة الطبيعية إلى حياة الوفاة أو إلى الجهات الأخرى التي تعرفه باللاوعي ثم الوفاة فالإنسان يبدأ راسه يوجع يبدأ يحسر صداع يبدأ يحسر تعبان العضالة أنت لا يمكنك تحكم فيها ثم الرغبة في النوم ثم دخول الوعي أو ما يعرف بالاختناق لبع نفسه إذن لا ردت فعلي يمكن أن يقوم بها طبعا فنقول العائلة الكريمة نقول لهم حذري توصلوا لهذا المواقف أو إلى هذه المحطات وإنت إذا طبقتوا التعليمات التي لا تقول عليها لجن مختصة سوى نحن كمصالح مدنية مصالح سنالكاس الإعلاميين الذين نقشوا هذا الموضوع وما يشكل خطر لنفسه ولا الدار وهذا هو الهدف دائما وتوعية المواطنين لعدم الوقوع في فخ القاتل الصامت والذي كما قلت الكثير من الصور التي لا نريد أن نقف عندها الملازم كريم بن فحص المكلب الإعلام والاتصال على مستوى المدرية العمل الحماية المدنية كل شكر لكم على كلاته الجهود وعلى الحملات التوعوية والتحسيسية شكرا لك ومن خلالك التي تلزيل العمومية على الاستضافة في كل مرة شكرا جزينا لكذا المشاهدين الأفاضل لازلنا مستمرين معكم دائما ضمن برنامج هذا الصباح أتوجه وإياكم الآن إلى السوديو الأخبار مع مجزي لأهم الأنباء في تقديمه ياسينيا حسيني صباح الخير ياسينيا صباح الخير عبدالجليل مشاهدين أجدد لكم التحية عدوا ألقاكم بعد الفصل مجزوة التاسعة أهلا بكم بداية يُعقد اليوم بالمركزية الدولية للمؤتمرات عبداللطيف رحال المؤتمر هو السنوي والثاني لسوق المالي الجزائري تحت عنوان آفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال السوق المالي المؤتمر يعرف مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في الأسواق المالية في البلدان العربية لا سيما مصر وسلطنة عمان وتونس إضافة إلى صندوق النقدي العربي ولجنتي الرقابة على السوق المالي لدول إفريقيا الوسطى وسيناقش المؤتمرون أحدث التطورات في الأسواق المالية مع استكشاف دور السوق المالي في تمويل الاقتصادي الوطني في تطورات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية استشهد ثلاثة واربعون فلسطينيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم تسعة ارتقوا فجر اليوم إثر غارات بمدينة غزة وكان ثمانية شهداء قد ارتقوا في قصف صهيوني على منزل في حي شجاعيا بينما استشهد ثلاثة تنخرون إثر استهداف مجموعة من المواطنين بشارع الشفاء غربي مدينة غزة كما استشهد تسعة فلسطينيين بينهم الطفال في قصف طال ثلاثة منازل غرب مدينة خانيون الجنوبي القطاع وفي المحافظة الوسطى استشهد خمسة فلسطينيين في كل من النصيرات وشرق مخيم البريج وفي لبنان يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على مناطق متفرقة من البلاد حيث استشهد فجر اليوم أربعة أشخاص ووصيب ثلاثة وعشرون آخرون إثر هجوم جوي استهدف مبنى سكنيا من ثمانية طوابق في شريع المأمون وسط العاصمة اللبنانية بيروت كما استشهد أمس خمسة مسعفين لبنانيين في غارتين للاحتلال الصهيوني استهدفت مركبة إصعاف جنوب البلاد هذا وأعلنت وزارة والصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وأربعين شهيدا وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسين مصابا منذ بدء العدوان الصهيوني على البلاد في أخبار الرياضة ولحسابي الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم تلعب اليوم ثلاث مباريات تجمع كلا من أولمبي آقبو وفاق صطيف جمعية أولمبي شلف نجم مقرى وترجم استغانم مع شبيب التساورة هذا وتعادلت أمس ملودية وهران أمام ضيفها اتحاد خنشلة سلبا دون أهداف المباراة التي احتضنها ملعب ملود هدفي بيوهران بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختم موجزيات تاسعة شكرا لكم كرما الاستماع والمتابعة أما الآن عودوا بكم إلى برنامج هذا الصباح مع الزميل عبد الجليل تفضل شكرا جزيلا لك ياسينيا على كل هاتي الأخبار والتفاصيل عدنا إليكم إذن مجددا مشاهدية لا فاضل ودائما تتمة لفقرات برنامج هذا الصباح وحديثنا الآن في العمل الجمعوي الذي سنرصد من خلاله الجهود الكبيرة لجمعيات ومنظمات حماية المستهلك في توعية المواطنين وترسيخ ثقافة استهلاكية إيجابية عندهم من خلال تبني الكثير من السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية واليوم سنتحدث عن التبذير وتأثيراته السلبية والخطيرة على الصحة على الاقتصاد على المجتمع على البيئة إضافة إلى أهمية ترسيخ ثقافة استهلاكية تفضي إلى تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية إضافة إلى أهمية اتباع معايير الصحة والسلام حماية للمستهلكين وعائلتهم من مختلف المشاكل والتعقيدات الصحية لتفصيل أكثر في هذه المحاور أتشر بحضور لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه صباح الخير سيدي مرحبا بك معنا صباح النوم شكرا جزيلا لك إذن بداية نشكركم على كل هذه الجهود التي تقومون بها لتوعية المواطنين في تبني أو في ترسيخ وتعزيز ثقافة استهلاكية صحية وسليمة إضافة إلى توعيتهم بأهمية الاجتناب أو تجنب أو الابتعاد عن الكثير من السلوكيات السلبية حديثنا اليوم أعاني التبذير جهودكم في هذه النقطة بالتحديد لنتحدث بعده أيضا عن تأثيراته السلبية على مختلف المجالات والقطاعات أكيد يعني نحن كمجتمع جزائري مسلم من المفروض كلمة أن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين نحبسهم أكيد يعني هذه تكفي كعنوان لأن شعب الجزائري أي واحد لو ننزل الآن إلى الشارع وتقول له أنت أخو الشيطان ما يقبلهاش أكيد وما كانش واحد جزائري أو عائلة جزائرية أو أب لعائلة جزائرية يتمنى أن يوصف بأنه أخل الشيطان لكن للأسف الأخي بالجليل ما هي ذروة التبذير في الجزائر نسألك هذا السؤال خليني ندي دور صحف نعم سألك السؤال للأسف في تقييمك ما هو الشهر الأكثر تبذيرا في الجزائر رمضان للأسف شديد نعم شعيرة دينية نتقرب بها الربي نعم الشعب الجزائري من بين له طقوسه الخاصة حتى هذه الوازع الديني والروحانية اللي موجودة في رمضان شيء هائل يعني من بين الدول اللي في العالم الإسلامي بقات معافضة على هذه الأمور لكن للأسف يرافق شهر رمضان ذروة في التبذير وهذا أمر مفروض نحن رايحين نتقرب ربي موش بتقربنا إلى الله نمارس ممارسات أو سلوك استهلاكي يؤدي إلى التبذير اللي ينهان عليها رب العباد وكيد رب العباد لما ينهى عن شيء أو خصلة معناها هذا الشيء مضر والتبذير في أي دولة في العالم هو مضر باقتصاد البلد هو هدر لموارد البلد نحن الآن نحكيه على اقتصاد المستدام نحكيه على الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة على حق الأجيال القادمة في الاستفادة في الموارد الطبيعية المتاحة أيضا الجزائر تبقى هذه بلدنا وتبقى دائما لكن نحن جيل سنذهب ويأتي جيل آخر من المفروض نبدأ ونفكر في أن نحافظ على مواردنا لأجيال قادمة لكن للأسف نشوف أن بعض الأمور التي تحدث سلوك استهلاكي عشوائية في التعامل مع مواد استهلاكية يؤدي إلى هدر للموارد الطبيعية وكثير من الأمور التي من المفروض نقص منها لكن خلينا نكونوا متفائلين نقولوا أن مستوى التبذير عننا ما هيش مثل دول أخرى لكن طموح تعنا أن نقصوا هذا التبذير لماذا لا الوصول إلى يعني عقلانية في الاستهلاك عقلانية في التعامل في الشراء في البيع في هذه الأمور كاملة لازم ننصر لعقلانية لأنه يمكننا كيف تقيمون الواقع المعاشي اليوم من حيث التبذير هل هناك الزيادة ورفع في وعي المواطنين هل هناك تناقص في التبذير هل هناك زيادة كيف تقيمون الواقع شوف نقيم لك فقط رمضان 2024 نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رمضان 2024 شوفنا قبل رمضان 2024 تبذير في الخبز لمادة الخبز بكميات يعني وصلت لأرقام فلكية الجميع يعلم أنه الخبز مادة مدعمة والدولة تنفق من الخزينة العمومية أموال طائلة لدعم هذا الخبز يوصل للمستهلك بسعر معقول وخيص جدا أسعار الخبز في الجزائر لا تلقاها في أي دولة أخرى لأن الدولة تصرف على دعم هذا الخبز لإيصاله للمستهلك لكن للأسف كانت أرقام كبيرة من الخبز لكن دور جمعيات المجتمع المدني دور السلطات العمومية ودور الإعلام الذي هو مشكور سلطنا الضوء على هذه النقطة بكثافة يعني كثرنا مع التذكير مع التذكير مع التذكير وصلنا أنه رمضان 2023 رحت هذه الصور التي كانت توصلنا خلال رمضان عن الخبز مرمي في مكب النفايات عفاكم الله يعني كانت هذه الصور خلال رمضان يعني صدقني تقزز نوعا ما لما تحس وتدمي القلب نحن تربينا كفاهة تربينا تربينا أن الخبز إذا يقيته مرمي في الشارع تحمل هذه الخبزة وتبوسها وتحطها في ركم بعيد لما تشوف أنه وصلنا لجين أو مجتمع يرمي الخبز بالعشر خبزات بالخمس خبزات يرميها تصبح هنا يعني تتساءل ما هذا التغير يعني السلبي في السلوك الاستهلاكي لكن 2023 لاحظنا أنه الكمية كانت نقصة مقارنتنا بسنوات وهذا عمل إيجابي يخلينا نكثفه في العمل حتى يصل صوتنا وتحسيسنا لجميع فئات المجتمع هذا الخبز اللي أنت نعمة من نعم الله لما تروح وتشري حتى لو كنت صايم لما تروح وتشري وانت تحتاج أعلم أنك في المنزل تحتاج خبزتين ما يغلبكش رمضان تتحكم في تصرفاتك يغلبك رمضان تشري ثم خبزات ففي النهاية ستستهلك خبزتين لا أكثر وستخبزات الباقية واش أحضر بيهم أحترميهم هذا الإشكالية أيضا خلينا نكونوا يعني صريحين بعض مطاعم الرحمة اللي نشكرهم على الجهود تحهم في رمضان لكن سوء المناجمنت أو التسيير أثناء عرض إفطار الصائم يخليهم ما يحسبوش كميات الخبز اللي محتاجينها أو كميات الطعام اللي محتاجينها فهو يحضر مثلا طعام وخبز لمائة شخص يجي خمسين شخص خمسين ثانية واش حصل لها لكن بعض الجمعيات بعد تواصلنا معها كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد مستهلك المحيطة كان عندها دائما الخطة البديلة مثلا إذا حضرت أعداد أقل من الإعضادات المتوقعة فباقي الطعام قبل الإفطار يعني مباشرة نقيم باقي الإفطار بعض الطعام يتم تواجعه إلى العائلات في المنازل هذا أمر يعني خلينا نعرف أنه جمعيات المجتمع المدني أيضا في تسيير هذه الموالد أصبحت تفكر أحسن أصبحت تستعمل طرق جيدة والهدف ما هو في النهاية الهدف أنه ما نرميوش في مكب النفايات أمور ممكن عائلة موجودة في مكان أو شخص موجود في مكان يتمنى هذا الشيء لينتاك شخص رميته في مكب النفايات المشكلة أنه ليس فقط في الخبز هناك أيضا التبذير في المياه التبذير في الوقود التبذير في الكثير من أمورتي السلوكيات السلبية نتحدث ممكن قبل الحديث عن تأثيراتها وتداعيتها السلبية نتحدث عن جهودكم في هذه النقطة بالتحديد وخصوصا العمل الجواري من خلال تواصلكم المباشر مع المواطنين من أجل توعيتهم بخطورة هذه السلوكيات بضرورة اشتنابها وبضرورة الإرشاد والترشيد في الاستهلاك شوف أنا نتكلم خاصة عن فاتورة المياه لأن الكهرباء أقل ضررا نوعا لأن الكهرباء أي عائلة الآن فاتورة الكهرباء تحسب حسابها لفاتورة الكهرباء وخاصة أنه على حسب القدرة الشرائية تعاول حسب الميزانية العائلية فلا نجد من بين الأمور المتداولة الآن كثيرا يقال أن أب العائلة هو المراقب في المنزل وين يلقى مصباح مضاء عبثا أو لا يحتاج ويقوم بإطفائه وهذه من بين الأمور للجيل الجديد يعتب بها على الجيل الأكبر منه هذه الأمور بدنا أن نحسنها لكن المياه للأسف ما زلنا نبذروا في المياه والأزمة التي حدثت سابقا في المياه خلت كثير من الناس تغسل سيارتك بصنبور ماء مفتوح على آخره خلال ساعة أو لا ساعة ونص هذه المياه كامل رأك ترمي فيها يعني بدون فائد نعم بكثير من الأشخاص الذين كانوا يحجروا الماء أو يخبوه يعني خوفا من أنه يكون هناك قطاع فلما جي المياه أو العين كما نقول بالعامية تعنا جي العين يرمي كل ما قام بتخزينه ويبدأ في تخزين مرة ثانية وضع من بين الأمور التي فيها تبذير المواد المائية بعض المناطق في إفريقيا يعني بلك الماء هذا كيشوفوه حلم نحن الحمد لله يعني بجهود السلطات العمومية منسوا السيد رئيس الجمهورية في آخر خطاب له يعني يتحدث عن الأمن الغذائي والأمن المائي الآن السلطات العمومية ستعمل على قدم وساق من أجل محطات التحلية سنوفره مشاريع كبر وستراتي نوفره في المياه للعائلات لكن لما يكون الدولة بذلة مجهودات ووفرت لك الماء لمدة 24 ساعة على 24 ساعة وفاتورة الماء في الجزائر خلينا نقولها منخفضة لأنها متعمة لو نحسب المطر المكعب من المياه بعد التحلية أو بعد عمل السدود فقيمتها المالية الحقيقية أكثر بكثير من الفاتورة عن زوج نقاط نقطة الأولى بعض العائلات تستهين في دفع الفاتورة وهذا أمر يؤثر على الشركات هذه الشركة أنت عب الشركة تعمل وتتطور وتقدم لك خدمات جيدة فإن امتنعت عن دفع الفاتورة فأنت تؤثر على مزينية الشركة مصادر تمويلها مصادر تمويلها تؤثر على خدمات شركة كيف تطالب بشركة بمستوى عالمي ما تفحاش وبقوسين فاتورة منخفضة بالمقارنة مع الدول واجتماعية الدولة الجزائرية تصدقني في بعض البلديات يحشموا حتى يقصوا مع الناس وهذا يعني الأمر يعني من المفروض المستهلك يكون أيضا مواطن وعي هذه الفاتورة التي تدفحها أنتها أولا هذه الفاتورة ثمن ما قمت باستهلاكه ثانيا هذه الفاتورة موارد مالية للشركة من أجل تطوير نفسها من أجل تقديم خدمات أعلى من الخدمات المتوفرة للأسف بعض يعني كان موضوع المياه أنه بعض الشركات أو توزيع المياه مو كان للمجال الشعبية البلدية وكانت فيها تصدقني تقريبا 40-50% من الناس ما تفعش الفواتير وهذا أمر غير سوي على المواطن أنه يدفع ما يقوم باقتنائه أو شرائه من الشركة النقطة الثانية هي بدون حساب استهلاك الماء بدون حساب هذا الماء مورد طبيعي ماهوش حقي وحدي هذا الماء نستهلك واش نحتاج حتى هذه رسالة لأمهاتنا في المنازل أنه الماء ماهوش يعني هذه المورد ماهوش يعني لا نهاية نستعمله علينا استعماله بعقلانية وعلينا في تنظيف الأواني في تنظيف المنزل في الاستحمام ما إلى ذلك لأنه هذا المورد مورد طبيعي ويجب الحفاظ عليه وليس سلطات العمومية لتحافظ عليه المواطن أنا كجزائري نحافظ على المياه لأنه شفنا في حالة حدوث جفاف أو في حالة أزمة مياه رانع أنا المواطن الجزائري لنتأثر بدرجة أولى من هذا المواطن ممكن بالحديد دائما عن التأثر والتدعيات وحتى نقرب الصورة أكثر للمواطنين نتحدث أيضا عن التبذير وعن تدعياته وخطوراته سواء كان تدعيات على البيئة على الاقتصاد على الصحة على المجتمع حتى نقرب الصورة للمواطن أن التبذير ليس فقط سلوك سلبي ضرره قد يتعدى إلى أمور أكثر خطورة أيضا أكيد لما نستهل كميات المياه بدرجات كبيرة هذه المياه يعني مورد طبيعي محدود ونشوف أن التغييرات المناخية خلت تساقطات تحديات المناخية أكيد الآن لما شفنا التساقط في الجزائر المقص مقارنة بسنوات عشر سنوات أو خمسة عشر سنة سابقة الآن تجهنا إلى تحلية مياه البحر معناها سدودنا وهذه الموارد حتى المورد المياه مشترك بين المواطن وبين الفلاح أيضا الفلاحين في إطار عجلة الإنتاج يحتاج إلى هذه المياه إهدار هذه المياه يؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني يؤدي هذه المياه التي ترميها مباشرة تخزنها ومباشرة ترميها هذا كامل هدر لموارد كثيرة ونحن نتحدث عن جهود لضمان الأمن المائي المرتبط به أيضا الأمن الغذائي أكيد ومن من كروش ننتقل الآن إلى الطاقة الطاقة هذا المورد التي تبذل أيضا السلطات العمومية مجهودات جبارة من أجل توفير هي شفنا دول العام الماضي في الصيف شفنا دول لأنه ما عندهاش الطاقة لجأت إلى التقطيع إلى فترات فترات قطع للكهرباء خلال اليوم في الصيف معناها الحمد لله نحن كجزائريين تسرع هذه الاختلالات في التوزيع أو القطاعات ونصدقني خلال اجتماعاتنا مع سلطة الضبط الكهرباء والغاز وصاحب الامتياج شركة توزيع الكهرباء والغاز الربط العشوائي أيضا يؤدي إلى هذه ارتفاع درجة الحرارة خلال يعني الاستهلاك المفرط ويؤدي إلى انقطاعات يعني المواطن يربط جار اللي ما عندهاش عدات يربطه معاه ويتعدى على شبكة الكهرباء والغاز ومن بعد كي تنتقط على الكهرباء يقولك هاي راح تريسيتي كيفه أنتم ما تقولوا لا انت لازم تكون مواطن الربط العشوائي يؤثر على يعني التيار الكهربائي في المنطقة أو الحي الناس اللي تعتعد على شبكة الكهرباء والغاز راح يتأثر على جودتها لما تكون فترات الظروة والاستهلاك الكبير أكيد هو محسوب هذا البوست محسوب الخمسمائة ساكن لما يكونوا ستمائة ولا سبعمائة ساكن راح يأثر عليه ويكون انقطاعات نكمل لك أنه جهود كبيرة من أجل الطاقة هذه الطاقة شفنا حتى أوروبا أصبحت رهينة لهذه الطاقة أصبحت يعني المواطن الأوروبي اللي يتغنوا باقتصادات عالمية وما إلى ذلك الطاقة هذه بالنسبة لي هم أصبحت يعني شيء كبير نحن الحمد لله موفرينه موفرينه بأسعار مدعمة مدعمة لأنه لو نشوف تكلفة أسعار الحديدية تلك الطاقة كيف ينفرق بينه وبين السعر اللي يوصل للمواطن بعض السكاء بعض المواطنين يشكيوا من غلاء الفاتورة الكهرباء نقول لهم اقتصد في السيفسي هلك الطاقة السيشوار اللي تشعله ساعة ممكن أنك تستعمله خلال خمس دقائق الأجهزة الكهرومنزلية اللي تخليها طوال اليوم شعلة بدون حاسيب ورقي ما نحتاج التلفاز نطفي التلفاز وكي الناس وصلت إلى يطفي التلفاز وينحي البريس التلفاز لأنه هذاك الرج يقوم هاو الإنسان الواعي أنا عندي تحدي أني نقص الفاتورة على الكهرباء علي أن أعمل ونربي ولادي نرجع لكل واحد النقطة دايما نعودها عبدالجليل معاك الطفل مثل الأعلى من أبوه وأمه الطفل لما يشوف ينشأ في منزل يشوف باباه أنه يقادر الماء ويحافظ عليه أمه ويشوف باباه يقادر الكهرباء ويحافظ عليه أكيد لما يكبر ويكون عائلة رح يروح بهذاك الفكر مهما وعينا مهما دلنا حملات تحسيسية مهما المدرس قدم دروس ومواعظ مهما الإمام قام بهذا العمل أيضا لكن يبقى الأب والأم وهم القدوة اللي عليهم يخليوا أولادهم يتعلموا هذه الأشياء منذ صغرهم وهذا هو الهدف دائما من خلال ترسيخ ثقافة استهلاكية صحيحة عند النشأ وعند الأجيال القادمة وهي التي ستساهم في تغيير كثير من هذه السلوكيات السلبية بحول الله الأستاذ فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه كل الشكر لكم على كليات المجهودات وعلى هذه النصائح والإرشادات أيضا شكرا أيضا يعني لهذا الصباح اللي دايما يتطرق إلى مواضيع في صميم حياة المواطن كل الشكر لك أستاذ فادي تميم إذا المشاهدين الأفاضل لازلنا دائما مستمرين معكم ضمن فقارات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر والذي سيسلط الضوء عن التحولات الرقمية وأهمية مواكبة مختلف المؤسسات لهذه التحولات الرقمية من خلال انتهاج مجموعة من التغيرات والتحولات التقنية والهيكلية والتنظيمية وأيضا في تعاملاتها الداخلية والخارجية من أجل ضمان موطئ قدم لها في السوق من أجل نجاحها أيضا في هذا العالم الرقمي الذي فرضته التطورات التكنولوجية للتفصيل أكثر حول هذا المؤتمر حول أهميته أهدافه المتوخات من أتشرف بحضور الدكتورة إيمان عبادي وهي أستاذة محاضرة بكلية العلوم بكلية علوم الإعلام والاتصال وعضو بمخبر الاتصال والأمن الغذائي بجامعة الجزائر ثلاثة سبع الخير دكتورة مرحبا بك معنا مرحب بك الخير أستاذ أسعد الله صباحك بكل خير أنت وطاقم الحصة والجمهور المشاهد شكرا على الاستضافة وعلى اهتمامكم بموضوع البحث بمواضيع البحث العلمي هذا واجبنا الدكتورة شكرا جزيلا لك أتشرف أيضا بحضور الدكتورة نسيمة أميرة موسى وهي أستاذة محاضرة بكلية علوم الإعلام والاتصال وعضو بمخبر الاتصال والأمن الغذائي بجامعة الجزائر ثلاثة سبع الخير دكتورة مرحبا بك معنا شكرا على الدعوة سبع الخير لك ولكل المشاهدين في هذه الصباحة شكرا جزيلا لك إذن أبدأ معك الدكتورة إيمان عبادي وأنت صاحبة الفكرة ورئيسة هذا المؤتمر الموسوم بالتحول الرقمي وتشكيل ثقافة مؤسسات الصناعات الغذائية نتحدث بداية عن الفكرة عن المحاور عن البرنامج وعن أهمية هذا المؤتمر أين تكمن؟ إذن في البداية نبدأ بلتحدث عن فكرة هذا المؤتمر فكرة هذا المؤتمر ليست وردة الأمس وإنما عندها عامين يعني هذه الفكرة جاءتني فكرة كنت نقوم بمقال كنت بصدد إنجاز مقال حول التقافة الاتصالية في المؤسسة قراءة في الأبعاد والمؤشرات أثناء جمعي للمعلومات حول هذا الموضوع كنت في كل مرة أجد مصطلح جديد حول هذا الموضوع التقافة القيادة القيادة نمط القيادة النظام الحوافز نعم كنت كل مرة أجد مصطلح نعم بيئة المؤسسة مناخ العمل وبالتالي قلت لماذا لا أقوم بربط هذا المتغير بمتغير آخر وباعتبار أننا نعيش في عصر رقمي وبما أن تخصصنا هو يصب في الاتصال المؤسساتي حاولت أنني نقترح موضوع يكون يجمع بيننا هذا العناصب الثالث وبالتالي الموضوع كان حول التحول الرقمي وتقافة المؤسسة الفكرة عرضتها على رئيسة المخبر الأستاذ النبي نبو خبز التي أحييها من هذا المنبر رحبت بالفكرة وبدأنا بالإجراءات اللازمة الموافقة على تنظيم هذه التظاهرة العلمية نقطة فقط أشير إليها لماذا المؤسسة الصناعات الغدائية أو المؤسسات الغدائية نظرا للتنافس الكبير بين هذه المؤسسات في السوق اليوم كذلك هذه المؤسسات عندها قيم عندها تقافة عندها تاريخ والهدف ديالها أنها تكسب عدد كبير من الجمهور وباعتبار كذلك أن المؤسسة اليوم هي نسق أو نظام مفتوح موجودة في بيئات تغير باستمار هذه التغيرات فرضت على المؤسسة أنها تواكب أنها تواكبها وتغير في أساليب وطرق عملها من خلال انتهاج نهج جديد هو الاتصال الرقمي العلاقة العمل الرقمية كل ما له علاقة بالتكنولوجيا كل ما له علاقة نعم وبالنسبة للمؤتمر لماذا طرحناه في نسخته الدولية وليس وطني للاستئناس بالتجارب الدولية في هذا المجال من خلال بعد هذا الشيء قمنا بتفكيك هذا العنوان إلى مجموعة من المحاور المحور الأول الخاص بهذا المؤتمر كان في شقه النظري بمعنى كل ما كتبه حول الموضوع كتب مقالات أبحاث نعم كل ما كتبه حول هذا الموضوع الشق الثاني كان حول التطبيقات والمنصات الرقمية كمنصات اتصالية أصبحت تعتمدها المؤسسات اليوم كذلك المحور الثالث استراتيجيات الاتصال الرقمي وهنا لما نتحدث عن استراتيجيات الاتصال الرقمي نتحدث عن استراتيجيات الإقناع استراتيجيات الحوار استراتيجيات الأصالة مع أن المؤسسة تقدم محتوى أصيل مقارنة بالمؤسسة المنافسة لها نتحدث على استراتيجيات نوستالجيا يعني المؤسسة تقدم محتوى تفكرك نعم تفكرك في الماضي هي الهدف ديالها تسوق المنتج ديالها ورح تكسب جمهور جديد كذلك لدينا المحور اللي بعده حول المقومات بناء التقافة المؤسسية والمحور الأخير كان حولت نماذج رائدة في هذا المجال سنتحدث أيضا عن أهمية هذا المؤتمر الدكتورة نسيمة أميرة موسى دائما بالحديث عن هذا المؤتمر الدولي الهاجين كما قلنا التحول الرقمي وتشكيل ثقافة المؤسسات الصناعات الغذائية نرى أن هذا المؤتمر يتكون من شقين أو من متغيرين التحول الرقمي من جهة وتشكيل ثقافة مؤسسات الصناعات الغذائية من جهة ثانية أتحدث معك عن المتغير الأول هو التحول الرقمي أكثر تفاصيل عن التحول الرقمي ممكن حتى الفرق بينه بين الرقمنا بين الأتمة بين الذكاء الاصطناعي أيضا نعم إذن أولا شكرا على هذه الاستضافة والاهتمام بهذا الموضوع الذي في الحقيقة يهم أكثر من شريحة اللي هم أولا الطلبة المحيط الاقتصادي للمؤسسات كذلك المؤسسة الإعلامية والجمهور المستهلك لهذه المنتجات بما أننا كما سبق وقالت الدكتورة عينتنا كانت المؤسسات الغذائية نجد أن أبسط مثال مثلا جائحة كورونا أغلب المؤسسات التي استمرت في العمل واستمرت في الإنتاج كانت المؤسسات الغذائية بالدرجة الأولى التحول الرقمي في الحقيقة الآن عندما نتحدث عنه نتحدث عنه من باب أنه لم يعد رفاهية في السابق كانت أغلب المؤسسات تنتهج أو تأخذ صورة لها عبر مختلف المنصات الرقمية سواء مواقع إلكترونية أو مواقع تواصل اجتماعي أو حتى بالحديث عن الواب أو المدونات وغيرها الآن أصبحها حتمية بمعنى كانت المؤسسة عندما تحب أن تعطي لنفسها قيمة أكثر على المستوى النات أو التواجد على النات كانت تتخذ هذه الإجراءات وتساهم في تبني استراتيجية اتصال الرقمي ولكن حاليا ضرورة أصبحت أصبحت ضرورة وحتمية لا مفر منها نعم أصبحت اتهجتها كحتمية لا خيار أو رفاهية على أسس أنها ميزة تنفسية بالمقارنة مع مؤسسات أخرى بالحديث عن الفرق بينها في الحقيقة هناك فروق جوهرية ولكنها متكاملة بمعنى أن عندما أتحدث عن الرقمنا فأنا أتحدث عن منتج موجود في الواقع مادي مثلا أوراق مثلا تعاملات فقط أخذناها وضعناها في صيغة وحوام لا رقمية هذا بالحديث عن الرقمية بمعنى التعامل التقليدي أصبح نفسه حافظنا على نفس الصيغة فقط أخذناه إلى الجانب الرقمي فيما يخص الأتمتاء فهي وكأننا أردنا أن نعوض الإنسان بالآلة احتلاء أقول تعويضا كليا بين قوسين عوضناه فقط في الأشياء التي لا تحتاج إلى قدرات ذهنية بمعنى كأخذ بصمة الحضور صباحا عن طريق الأجهزة مثلا خلال الرد على المكالمات الهاتفية في الإستندار مثلا من خلال كذلك السيارات الألية للقيادة نسجل الجي بيس ونخلي السيارة تمشي ولكن في الحقيقة دائما هناك حاجة الإنسان كذلك في المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية في العموم فهي تبرمج آلاتها لإتمام العملية الإنتاجية لتقليص الوقت الجهد والتكلفة بالأساس لما تكون عندك آلة رح تعوض لك على الأقل حتى لا أكون يعني نزيد نقوله ألف عامل أو أقل وبالتالي فأخذنا هذا التوجه وليكون هو أقدم توجه بدأ مع صناعات سواء المستوى السيارات يعني بدأ في المصانع وانتقل إلى المؤسسات بعدها نتحدث عن التحول الرقمي هالتحول الرقمي يحاول يجمل هذه المصطلحين ويصل إلى حلول ابتكارية وكأن المؤسسة أصبحت تفكر خارج الصندوق إذن الرقمان هي جزء من التحول الرقمي أكيد بارك الله وفيك كل المؤسسات بدأت بالرقمانة أتماعفوا من خلال استئناس بالآلات في أداء المهام داخل هذه المؤسسات خاصة المهام الروتينية التي تشكل ملل وتحبط العامل بمعنى تضعه في إطار خاص لا يجعله يفكر في الإبداع أكثر يختصر من خلالها الجهد والوقت نعم تكلفة الجهد الوقت وكذلك الملل لماذا؟ لأنه حتى تخرج الإبداع الموجود في الإنسان أنا دائما أقول لزميلتي الدكتورة إيمان عبادي أن هناك مهام الجميع يستطيع القيم بها ولكن هناك مهام دهنية تحتاج إلى إبداع يعني هذه نخصص لها أشخاص معينين وبالتالي قامت المؤسسات باستئناس بالآلة ومحاولة ترك الإبداع للموظفين أو العاملين عموما وعلى هذا اتخذت التحول الرقمي منهاجا أساسيا وستراتيجية لها حتى تستطيع إيجاد حلول الابتكارية من خلال الرقمنا وذلك من خلال وضع تطبيقات متعددة مواقع إلكترونية متخصصة سواء على مستوى التعامل مع المتعاملين متعامل مع المستثمرين وحتى على المستوى الداخلي في بيئة المؤسسة حتى أنها حولت منتجاتها بما أن تخصص إعلام واتصال منتجاتها الإعلامية على مستوى الإعلام الاتصال والعلاقات الرقمية إلى تطبيقات رقمية تحاول من خلالها تحسين تجربة المستخدم وكل هذه المصطلحات التي تحدثنا عنها كان مدعمة بالذكاء الإصطناعي لماذا؟ لأن الأتمتة نعم الثورة الرقمية التي حصلت الأتمتة موجودة ولكن هي تشتغل بالأساس بالروبوتات وبالبرمجيات كذلك وبتطوير الخورزميات لكن ذكاء الإصطناعي صاحب التحول الرقمي في الحصول على كما سبق أن قلت حلول ابتكارية ريادية تساعد المؤسسة في تطوير ذاتها أو كينونتها في المواقع وهو ثورة ستغير الكثير من المعادلات والموازين دائما الدكتورة إيمان عبادي تحدثنا عن المتغير الأول المتعلق بالتحول الرقمي نتعرف معك أيضا أو نتحدث معك لو تفضلت عن المتغير الثاني تشكيل ثقافة مؤسسات الصناعات الغذائية نعم إذن بالنسبة لكين تحدثت عن تقافة المؤسسة أو التقافة التنظيمية أو التقافة المؤسسية نقصد بها السلوكيات القيام مبادئ تلك المؤسسة تقافة المؤسسية لديها العديد من المؤشرات من بين مؤشراتها أو أبعادها لدينا رأس المال البشري لماذا؟ هو العنصر الأساسي في المؤسسة والعامل في المؤسسة هو السفير المؤسسة للخارج معنى هذا العامل كي يشعر بالانتماء لتلك المؤسسة راح تأثر على الأداء بالإيجاب إذا كان هذا العامل يشعر بالعزلة أو الإختراب الوظيفي هنا راح تأدي إلى تراجع في أدائه الوظيفي هذا بالنسبة للمتغير الأول عندنا المؤشر الثاني وهو نمط القيادة بمعنى أن القيادة لدينا عدة أنمط من القيادة إذا كانت قيادة تسلطية لا تشرك العامل في اتخاذ القرار تحفيز أيضا نعم كذلك نبقى فقط في القيادة القيادة لدينا قيادة تسلطية لدينا قيادة ديمقراطية ولدينا قيادة متساهلة كي يكون القائد في المؤسسة متساهل هذا شيء أطلع للعاملين نعم يكون تسيب في العمل عندنا كذلك المؤشر لشرت له وهو نظام الحوافز هنا لما نتحدث عن نظام الحوافز لا نركز فقط على الحوافز المادية كل ما هو مادية وإنما هناك العديد من الحوافز حوافز المادية معنوية واجتماعية المادية كل ما تعلق بالمنح والرواتب إلى غير ذلك أو الترقيات الحوافز المعنوية في بعض الأحيان تأثر أكثر من الحوافز المادية على العامل مثلا عندما يتني مديرك في العمل عليك أو مثلا نقوله في المدخل تعلق المؤسسة نعم مثلا في المدخل تعلق المؤسسة يدير مثلا في لوحة الإعلانات يدير شكر مثلا لهذا العامل لأنه قابل بالمهام هذه تحفز العامل أنه يقدم أكثر وأكثر لدينا كذلك الحوافز الاجتماعي يخلق أيضا جو من المنافسة الشريفة ما بين العمال نعم طبعا هذا بالنسبة لنظام كذلك الحوافز الاجتماعي المتعلقة بالآن من النقل إلى غير ذلك هذا بالنسبة لنظام الحوافز كذلك لدينا بيئة العمل لما نتحدث هنا على بيئة العمل نتحدث على مكاتب العمل لماذا؟ لأنه بعض المؤسسات مكاتب العمل بها هي مكاتب مغلقة ما عندها كل عامل في المكتب دياله يعمل هذه المكاتب تؤثر مثلا في المكاتب المفتوحة لو كانوا نشوفوا البنوك المكاتب ديالها تكون مفتوحة يعني عندها إيجابيات كما عندها سلبيات كذلك نتحدث على المعدات في المؤسسة إذا كانت معدات جديدة تحفزك أنك تقدم كتير إذا كانت معدات قديمة تقوم بالوظيفة ديالك نعم كذلك لدينا الإضاءة كل هذه الأمور دخلة في بيئة العمل أوقات الاستراحة هذه كلها دخلة في بيئة العمل يعني باش نخليه والعمل أنه يقدم كتير وكتير لدينا كذلك التنشئة التقافية نعم لما نتحدث عن التنشئة التقافية في المؤسسة رح نتحدث على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الالتحاق بالمؤسسة بمعنى أنه هذا العامل قبل ما يلتحق بالمؤسسة يكون دا نظرة عليها هذا النظرة أو هذه الصورة الدهنية التي نكونها في دهننا تكون بناء على ما سمعناه من الآخرين ولا من وسائل الإعلام يعني هذه النظرات قدر تكون دينا صورة إيجابية ولا صورة سلبية بعدها عدنا مرحلة الولوج أو الالتحاق بالمؤسسة يعني هناك يدخل العامل يدخل غريب يلقى فريق عمل يأما هنا نقطتين يأما رح يحس بالاغتراب الوظيفي أو الانتمار معنتها إذا كان هذا الفريق كيف سيستقبل ممارك معملي بالجو العام نعم إذا كان فريق العمل يعني حسوا بالأرياحية وأساعدوا إلى غدالك هنا رح تكون طبعا وستقبل عكس إيجابا أيضا على إنتاجيتها لكن إذا كان العكس هنا رح يكون ما يسمى بالاغتراب الوظيفي ثم مرحلة الاندماج في المؤسسة بمعنى أن العامل في المؤسسة نحن كنا كنا نلتحق بمؤسسة عندنا قيمنا عندنا مبادئنا عندنا تقافتنا لكن كده وصل للمؤسسة تدخل المؤسسة تلقى قيم تقدر تكون مغايرة للقيم ديالي هنا تكون مرحلة الاندماج مع تلك القيم المؤسسات نعم إذا دائما هذا بالحديث عن المتغيرين الثاني أعود إلى الحديث معك الدكتورة ناسيمة أميرة موسى نعود إلى الحديث عن المؤتمر الدولي الهجين الموسوم كما قلنا أو المتكون من متغيرين التحول الرقمي من جهة وتشكيل ثقافة المؤسسات الصناعات الغذائية نتحدث ممكن عن البرنامج المسطر هو سينتد على مدار يومين يومين الخامس والعشرين وسادس والعشرين هذا الشهر لو نتحدث عن برنامج اليوم الأول الخامس والعشرين ما هو البرنامج المسطر وما هي أهم المداخلات والمشاركين فيه أيضا نعم إذن شكرا على السؤال المهم في الحقيقة لأنه هو ما يبرز قيمة المؤتمر من خلال أسماء المشاركة وكذلك العنوين التي نصبت جلها في متغيرات المؤتمر بحيث سجلنا أكثر من 200 مقترح بحثي مهتم بالمشاركة معنا وإعطاء قيمة مضافة لهذا المؤتمر قررت اللجنة العلمية يعني بعد مشاورات عديدة وتحكيم أول وتاني اختيار 61 أو ما يفوق 61 مقترح من مختلف ربوع الوطن وكذلك من الدول الأجنبية كما سبق وقالت الدكتورة حتى نستأنس بتجاربهم في هذا المجال اقترحنا كذلك بالمناسبة مع لجنة العلمية أن يكون هناك جلستين عامتين وكذلك جلسة ثانية بالإضافة إلى ست ورشات حتى نعطي حق كل مداخلة من ناحية التوقيت وكذلك من ناحية المشاركة وبالتالي لدينا أكثر من ست دول معنا مشاركة سواء كانت لبنان، الأردن، العراق، فلسطين، مصر، تونس بمعنى من مختلف الدول العربية وكذلك من مختلف المراكز البحثية والمراكز الجامعية بحيث كلها انصبت حول المتغيران سواء العلاقات العامة الرقمية، السمع المؤسسية، ثقافة التنظيمية، ثقافة تنظيمية الرقمية قيم المؤسسة، قيم الخصوصية لدى الموظفين والأفراد كذلك ما يزيد بعض البرامج التي تساعد في بناء ثقافة قوية للمؤسسة خاصة وأن المؤسسات الآن التي لا تهتم بإدراج التحول الرقمي فيها سيكون هناك تخلف أو عدم تكيف مع بيئتها الخارجية والعالمية حتى على مستوى بيئتها الداخلية أغلب الكفاءات ستهرب من هذه المؤسسة لتبحث عن أفق أفضل تنموها وتتطور معه ممكن هذا فيما يتعلق ببرنامج المسطر لليوم الأول ممكن كسؤال أخير الدكتورة إيمان عبادين تحدث أيضا عن البرنامج المسطر لليوم الثاني واليوم السادس والعشرين من هذا الشهر خصوصا ما تعلق منها بالورشات التكوينية المخصصة للطلبة وما هي القيمة المضافة التي ستقدمها لهم إذن على هامش المؤتمر الدولي قررنا أننا نقيم ورشات تكوينية أو تدريبية للطلبة هذه الورشات لدينا الورشة الأولى حول التسويق الرقمي المدرب هو الأستاذ الدكتور كريم بالقاسي من جامعة الجزائر ثلاثة لدينا كذلك تصميم الأنفغرافي من تدريب الأستاذ محسن صخر ورشة كيفية اجتياز مقابلة توظيف هذه خصصنا لها ورشتين لماذا؟ لأنه كان إقبال كبير عليها من تنشيط الدكتورة الأستاذ الدكتورة حورية شريط والدكتور محمد أحمد الطيب ورشة مهارات القائم بالاتصال تنشيطها الدكتورة عيشو شراجعي من جامعة البليدة 2 وهي قائمة بالاتصال سابقا في وزارة البارد وتكنولوجيا الاتصال الهدف من هذه الورشات أن نخرج طالب المعلومات دياله ويتلقاها نظريا نحاول هذه المعلومات الجمع بين النظري وتطبيقي من طرف أساتذة ويحتكوا بالأساتذة وهذا هو التوجه الجديد الآن من خلال ربط الطلبة بسوق الشعوب المحيط الاقتصادي ليكونوا دائما جاهزين على ولوج هذا العامل الدكتورة إيمان عبادي أستاذ محاضرة بكلية علوم الإعلام والاتصال وعضب مخبر الاتصال والأمن الغذائي بجامعة الجزائر ثلاثة كل التوفيق لك وشكرا على حضورك معنا أشكرك أنت أيضا الدكتورة نسيمة أميرة موسى أستاذ محاضرة بكلية علوم الإعلام والاتصال وعضب مخبر الاتصال والأمن الغذائي بجامعة الجزائر الثلاثة كل التوفيق لكما ضيفتي الكريمتين وإن شاء الله كل النجاح لهذا المؤتمر المهم جدا إذن مشاهدية الأفاضل لازم نستمرين معكم دائما ضمن هذا البث المباشر من فقارات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى أهلا بكم إذن مجددا مشاهدية الأفاضل نبقى دائما مع الجامعة وهذه المرة في الجهود المبذولة من أجل ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي من خلال تنمية الفكر المقاولة في الوسط الجامعي وفي هذه النقطة بالتحديث نركز على دور الحاضنات الجامعية في مرافقة الطلبة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة التي يحتاجونها من مرافقة قبلية آنية بعدية والهدف دائما ومساعدتهم على بلورة أفكارهم وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والهدف الأسماه وجعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية للتفصيل أكثر في هذا الموضوع تشرف بحضور الدكتور أيت عكاش سامير ومدير حاضنة جامعة البويرة صباح الخير دكتور مرحبا بك معنا صباح الخير وشكرا على الاستضافة شكرا جزيلا لك دكتور ممكن قبل الحديث عن دور الحاضنات الجامعية عن دور حاضنتكم الجامعية عن عدد المشاريع المسجلة عن أهميتها البحثية العلمية والاقتصادية نتحدث معك بداية عن هذا التوجه الجديد في جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية من خلال تنمية الفكر المقاولة ريادة الأعمال الابتكار لدى الطلبة كيف سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية وعلى النهضة الاقتصادية أيضا إذن جعل الجامعة كقاطرة لهذا فهذا شيء مهم جدا لماذا؟ لأن الهدف من ذلك هو تحقيق تنمية اقتصادية خلق للثروة خلق للعمل وبالتالي لما نشوف الجامعة كل طلبة الجامعيين كلهم شباب كلهم عندهم طموح بالضافة لك يقومون بصدد اعداد يدرسون في تخصصات مختلفة اعداد ومذكراتهم من أجل التخرج وبحث على العمل الآن التوجه الجديد هو أننا نغير هذا التفكير أنهم يخرجون من الجامعة ويبحثون عن العمل أصبحنا نوجههم إلى أنهم هم يخلقون العمل لهم لأصدقائهم من خلال هذه الفكرة وهي فكرة مشروع فكرة خلق مؤسسة هذه الفكرة التي سواء هي عبارة عن فرصة هذا الفرصة يحاول هذا الطالب يبحث عليها سواء في المجتمع أو سواء من خلال التكوين الذي يتلقاه في الجامعة يبحث عن هذه الفرصة هذه الفرصة التي تكون خلقة للعمل وخلقة للثروة لنسميحنا بمقاولة فرصة إبداع أو فرصة في الجانب التسويقي أو في الابتكار إلى غير ذلك وهنا الطالب يعمل في هذا الجانب ونحن كحاضنة نساعدهم ونؤطرهم وجهه حتى يحول تلك الفرصة أو تلك الفكرة إلى مشروع ناجح يتجسد على أرض الواقع من خلاله يستفيد هو ويستفيد الطلبة وتستفيد الجامعة ويستفيد الاقتصال الوطني والكل يستفيد ممكن في هذه النقطة بالتحديد نتحدث عن مرافقة الحاضنات الجامعية لهذا التوجه الجديد في جعل الجامعة قاطرة لتنمية الاقتصادية وتنمية الفكرة المقاولة وريادة الأعمال نتحدث عن ممكن الفكرة النمطية التي كانت عند الطلبة من طلبة جامعيين باحثين عن منصب عمل إلى طلبة جامعيين خالقين لمنصب عمل من جامعة منتجة للشهادة إلى جامعة تنتجو الثروة كيف تعملون على تغيير تلك الفكرة النمطية وتحفيز الطلبة على أمنهم مشاريع أصحاب مؤسسات ناشئة ستعطي القيمة المضافة كما قلت لمشاريعهم وأيضا للاقتصاد الوطني هو أولا نقوم بعملية تحسيسية بعملية تحسيسية أننا نتوجه إلى الطالب نذهب نحن إلى الطالب ونحاول أن نقنعه بهذه الفكرة لأن المقاولة تعتبر كمستقبل له ومستقبل للبلاد التي يعيش فيها فهو يجب أن يساهم بشكل إيجابي في ذلك من خلال أن الفكرة السابقة هو أنه يخرج يبحث على عمل هو بالفعل لا يمكن تحويل كل المتخرجين إلى مقاولين هذا بطبيعة الحال لكن فيه فئة من الطلبة أو نسبة معينة من الطلبة لعندها تلك الشخصية أو تلك الروح أنها تكون كمقاول لأن المقاولات تتطلب شخصية قوية تتطلب مطابرة تتطلب فكر تتطلب الكثير من الشرط فالطلبة التي توفر فيهم هذه الشرط نحن نجذبهم إلى هذا الجارب من خلال أنهم نشجعهم على البحث الأفكار نشجعهم على تشجيد الأفكار نرافقهم في ذلك ونوضح لهم ذلك يعني البعد النظر في ذلك وبالتالي فعمل التشجيع ثم ذلك نوضح لهم هو القرار هذا لوضعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو القرار 75 يؤثر هذا الجانب يعني يؤثر المقاولات في الجامعة كيف أن الطالب يتحول من باحث إلى عمل إلى خالق للعمل من خلال هذه الفكرة يعني الأساس كله هو في فكرة التي يجدها الطالب فالفكرة هو عبارة عن احتياج عبارة عن حاجة في المجتمع هذه الحاجة هو يلبيها أو مشكلة يجد لها حل لكن هذا الحل يتلقى من يطلبه لأن هذا الحل لمشكلة فيه أفراد يعانينا من تلك المشكلة إذا نرى الطالب بمحيط الاقتصادي والمؤسسات وهذا هو دور الحاضنات الجامعية ودائما بالحديث عن الدور والجهود الكبيرة للحاضنات الجامعية في تقديم كل سبول الدعم والمرافقة التي يحتاجها الطالب ونحن في الأسبوع العالمي للمقاولتية نتحدث عن مشاركتكم من خلال مختلف الأنشطة والبرامج في هذا الأسبوع العالمي للمقاولتية والذي يعتبر ملتقى لرواد الأعمال والابتكار والفاعلين أيضا في مجال المقاولتية وريادة الأعمال في الجزائر بالفعل ما زلنا الآن خلال هذا الأسبوع لابدى من 18 من هذا الشهر إلى غاية 25 على مستوى الجامعة وهذه السنة كان عنده روح أخرى من خلال أننا نشارك طابع خاص طابع خاص أنه شاركت فيه الجامعة أو وزارة تعليم العالي مع الولاية ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات النشئة بحيث كان برنامج جد مكثف يعني كانت فيه نشاطات يومية كثيفة جدا من خلال موائد مستديرة من خلال نقاشات حوارات معارض للمؤسس النشئة مسابقات للمؤسس النشئة مشاركة تقريب كل يعني مشاركة فيه الأساتذة جامعيين ذكاتيرا مشاركة كل مؤسسة الدعم الوطنية من خلال نتكلم على النصدى أو نتكلم على المؤسس القضى المصغر وكذلك الولاية بكل هيكلها ولحظنا كذلك كان فيه قبال كبير من طرف الطلبة وهذا الاكتشاف المقاولاتية بكل جوانبها ما هي قيمة المضافة التي تقدمها والتي يقدمها مثل هذه التظاهرات الأسبوع العالمي المقاولاتية للطلبة ولرواد الأعمال والابتكار ولأصحاب كما تفضلت الأفكار المبتكرة الذين يمتلكون الكثير من الأفكار الريادية والمبتكرة والتي من شأنها أن تعطي حلولا نوعية تستجيب لمختلف التحديات والمشاكل والعوائق الحياتية أيضا يعني النقطة الأولى هو تحسيس للطلبة بأهمية المقاولاتية وضرورة الإنخيرات في ذلك يعني هذا وهذا يعني ساعدنا كثير بالخصوص أننا في بداية السنة وهي المرحلة ليبدأوا تسجيلات مشاريعهم الجديدة نحن قمنا قبل هذا الأسبوع المقاولاتية بعملية تحسيسية في كل كليات ثم جاء هذا الأسبوع المقاولاتية ليساعدنا كثير حيث أنه جذب الكثير من طلبة إلى هذا الجانب بالإضافة إلى ذلك هذا الأسبوع فيه خلق نوع من الربط ما بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي لأنه فيه دخول للولاية إلى الجانع بكل هكاكا إلى الجامعة بالإضافة إلى ذلك مشاركة المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال أصحاب المؤسسات هما كذلك دخلوا إلى الجامعة وفيه حوارات ولقاءات ما بين الطالب وصاحب المؤسسة وفيه حتى أنه هناك اتفاقيات وشركات أيضا مع مختلف المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين من أجل ربط الطلبة من جهة بسوقي الشغل وضمان أيضا حصولهم على التمويل وعلى منافقة ميدانية لمختلف هذه المشاريع هل هناك ممكن جملة من الاتفاقيات وشركات ما بينكم وبين المؤسسات الاقتصادية؟ نعم فيه اتفاقيات في هذا الجانب وهو مشروع الآن قائم رح يكون في المستقبل القريب إن شاء الله هو الربط ما بين الجامعة وأصحاب المستثمرين فهو جد مهم بخصوص في هذا الجانب لماذا؟ لأن أولا لماذا الربط؟ لأن أصحاب المؤسسات المؤسسة الاقتصادية هم اللي يقدروا يعطينا أفكار ليستطيع أن تتحول إلى مشاريع واحتياجاتهم أيضا؟ نعم احتياجاتهم أو مشاكلهم هالي قادروا تتحول إلى أفكار يستغلونها الطلبة من أجل تحويلها كمؤسسات ولا رح تكون عندها نجاح في المستقبل لماذا؟ لأن هذه الأفكار خارجة من الواقع خارجة من المحيط الاقتصادي والصناعي احتياجات سوق الشغل احتياجات المحيط الاقتصادي؟ نعم احتياجاتهم بالإضافة إلى ذلك أن هذا المستثمر أنه فقط يجيب المشكلة نتاعه أو المعاناة لعانيها ونحن كباحثين ونحوسوا على الحل فيما بعد قلنا يتحول إلى مؤسسة كذلك أن هذا صاحب المؤسسة يقدر يساهم في تمويل هذه المشاريع لأن الطالب عنده فكرة لكن ممكن ما عنده رأس المال من أجل تجسيدها فيعتبر المستثمر هو خيار من خيار التمويلات الموجودة لماذا؟ لأن المستثمر كين الكثير من المستثمرين عندهم رؤوس أموال فائضة لكن ما عندهم أفكار من أجل استثمار تلك رؤوس الأموال وبالتالي لما يأتي إلى الجامعة يجد أنها في حلول في أفكار قابلة لتجسيد لكن لا يوجد لها تمويل هنا تحدث ممكن بطريقة عملية تحدث عن أمر مهم جدا ورائع هو أن الربط ما بين الطلبة وما بين المؤسسات الاقتصادية نتحدث بطريقة ميدانية وعملية هل هناك مشاريع تمت ما بين مؤسسات اقتصادية شركات مع الطلبة من أجل تقديم كل سبل الدعم التي يحتاجونها الطلبة دائما نعرف بأنهم أصحاب أفكار مبتكرة يساهمون في إيجاد حلول هل هناك شركات أو قمتم أنتم من خلال الحاضنة الجامعية بعقد شركات ما بين الطلبة وما بين المؤسسات الاقتصادية هذا العمل يعني عقد شركة ما بين طالب ومؤسسات اقتصادية هو نحن الآن بصدد البداية فيه وعندنا تواصل مع مؤسسات وفيه طلبة يرغبون في إيجاد مؤسسات في تمويلهم وبالتالي نحن الآن في تواصل مع العديد من المؤسسات من أجل خلق هذا الربط ما بين الطلبة وحاملة المشاريع وحتى يعني إن شاء الله فيه مشروع وإن شاء الله سوف يتجسد في المستقبل القريب ونستطيع أننا الطلبة حاملة المشاريع نجد لهم يعني من يمولهم ويجسد مشاريعهم ما هي أبرز المشاريع مثلا التي تم قبولها من خلال الحاضنتكم الجامعية نتحدث بداية ما هي المعايير المعتمدة في قبول هذه المشاريع نتحدث عن المعيار الأهم هو أن هذه الفكرات تكون مبتكرة تكون فكرة أيضا إبداعية وتتماشى أو تتناسب مع احتياجات سوق الشغل ما هي مجمل هذه المواضيع أو الإشكاليات التي قام هؤلاء الطلبة بتجسيد مشاريع أو أفكار من خلالها ستساهم في إعطاء قيمة مضافة في مختلف المجالات والقطاعات إذن على مستوى الحاضنة هي قبول المشاريع فيه بعض الشروط الشروط لكي يقبل المشروع لأنه على مستوى الحاضنة نؤثر ويعني نتابع المؤسسات النشئة وبالتالي الطالب لما يقوم بإداع فكرة مشروعه نرى كلجنة علمية للحاضنة نرى هل هذا المشروع تتوفر فيه شروط المؤسسة النشئة ومن أهم هذه الشروط أولا الإبتكار يعني الإبتكار والإبداع سواء في الجانب تسويق أو في خدمة معينة أو في إنتاج معينة هذا الشرط أساسي ثم بعد ذلك نرى درجة المخاطرة لأنه لما نقول المؤسسة النشئة من بين شروطها أن هذا المشروع يكون مشروع جديد فيه إبتكار في إبداع وكذلك درجة المخاطرة يكون كبير لماذا نتكلم عن المخاطرة لأنه أولا يستعمل تكنولوجيا الحديثة وبتالي فيه مخاطر مخاطرة في التجسيد نعم المخاطرة نتكلم من هذه الجانبين أولا المخاطر أنه يستعمل تكنولوجيا وما هو معروف عن التكنولوجيا أنها دائما في تطور مستمر هذا الجانب والجانب الآخر أنه هذا الفكرة هي فكرة إبداعية فكرة جديدة هل يقبلها المجتمع أو لا يقبلها ليس كمشروع كلاسيكي يعني هذا المشروع نعرفه وفقط أن المشاريع الموجودة في أرض الواقع لا تلبي احتياجات كل المجتمع وبالتالي لابد من خق مشاريع أخرى حتى نستطيع أن نلبي كل الطالب لكن لما يكون مؤسسة ناشئة فكرة إبداعية جديدة لا نعلم هل يقبلها المجتمع أو لا وبالتالي نحن على مستوى الحاضينة هذه أهم الشروط بالإضافة إلى ذلك نشوف الشرط الآخر وهو اللي راح نساعد فيه الطلبة أن الأرباح تكون متضاعفة يعني هذه الشروط الأساسية لمؤسسة ناشئة وبعد ذلك راح نتابعه ونأطره حتى أنه يستطيع تجسيد هذا المشروع على هذا الواقع من خلال أنه نوجهه إلى المجتمع ويحاول أن يعني الفكرة ننتاعه يحاول أنه يوصلها لمجتمع ويتلقى آراء المجتمع حول فكريته كيف يمكن تجسيدها كيف يمكن توزيعها ما هو السعر الذي الواجب تحديده حتى يقبل المستهلك أنه يدفع ثمن مقابل تلقيه لتلك الخدمة أو لذلك المنتوج لما يتلقى هذه المعطاية من طرف المجتمع هنا يقوم بتجسيد بما يسمحنا نموذج العمل التجاري الخاص به ويحاول تجسيده على أرض الواقع والنموذج الأولي النموذج الأولي بطالحها هو الأساس الذي على أساسه يسوق هذه الفكرة ويجسدها على أرض الواقع ما هي نوعية المشاريع التي تم قابوله يعني بالتقريب هي كلها تقريبا أفكار إبداعية تكنولوجية تعتمد على التكنولوجيا يعني على مستوى جمعتنا الآن أغلبها هي عبارة عن تطبيقات تطبيقات موجهة لتسويق منتجات أو خدمات أو خدمات سواء موجودة أو غير موجودة في سابق كلها عبارة عن تطبيقات والآن يعني لحد ساعة فيها ثمان تطبيقات على مستوى الحاضنة التي تحصلت على وسم مشروع مبتكر وهي في الجانب السياحي في الجانب النقل في الجانب الطبي ولحد ساعة يعني عندنا مشروع واحد لتحصل على الآن يعني رحل المرحلة الثانية وهي أنه خلق بما يسمى بسجيل تجاري يعني تحصل على وسم مؤسسة ناشئة ورح يتوجه للتمويل من أجل تجسيد ذلك المشروع أما الطلب الآخرين فالآن نحاول أن نساعدهم من أجل التوجه يعني حذو نفس حذو هذا الطالب من خلال التوجه إلى تجسيد على أرض الواقع كيف تقيمون فكر ريادة الأعمال والابتكار والمقاولاتية عند الطلبة الآن باعتباركم مدير حاضنة وعندكم احتكاك أيضا ممكن في ثلاثين ثانية والله هو الآن طلبة عندهم هذا التوجه وأصبحوا مقتنعين بأنه لا بد من خلق فرص العمل فرص العمل بعد التخرج وهم الآن يبحثون على أفكار حقيقية يمكن تجسيدها وتحويلها إلى مؤسسة خصوصا في كل هذه التسهيلات وتحفيزات المقدمة لهم الدكتور أيت عكاش سامير مدير حاضنة جامعة البويرة كل الشكر لكم على كل هذه المجهودات أيضا الشكر لكم شكرا جزيلا لك إذن سيدي أو دكتور أيت عكاش سامير إذا مشاهدي الأفاض المستمرون معكم دائما ضمن فقرات برنامج هذا الصباح أتوجه وإياكم الآن إلى ستوديو الأخبار مع موجز لأهم الأنباء في تقديمه جويدا بادر صباح الخير جويدا صباحك سعيد أهلا لعبد الجليل أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل السلام عليكم بداية ينعقد اليوم بالمركزية الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال المؤتمر والسنوية الثاني للسوق المالي الجزائري تحت عنوان أفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال السوق المالي المؤتمر يعرف مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في الأسواق المالية في البلدان العربية لسيما مصر وسلطنة عمان وتونس إضافتان إلى صندوق النقد العربي ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول إفريقيا الوسطى وسيناقش المؤتمرون أحدث التطورات في الأسواق المالية مع استكشاف دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد في تطورات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية استشهد ثلاثة وأربعون فلسطينيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم تسعة ارتقوا فجر اليوم إثر غارات بمدينة غزة وكان ثمانية شهداء قد ارتقوا في قصف صهيوني على منزل في حي الشجاعية بينما استشهد ثلاثة آخرون إثرى استهداف مجموعة من المواطنين بشارع الشفاء غربية مدينة غزة واستشهد تسعة فلسطينيين بينهم أطفال في قصف طال ثلاثة منازل غرب مدينة خانيونس جنوبية القطاع وفي المحافظة الوسطى استشهد خمسة فلسطينيين في كل من النصيرات وشرق مخيم البريج في لبنان يواصل الكيان صهيوني عدوانه على مناطق متفرقة من البلاد حيث استشهد فجر اليوم أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة وعشرون آخرون إثر هجوم جوي استهدف مبنى سكنيا من ثمانية طوابق في شارع المأمون وسط العاصمة اللبنانية بيروت كما استشهد أمس خمسة مسعفين لبنانيين في غارتين للاحتلال الصهيوني استهدفت مركبة إسعاف جنوب البلاد هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وأربعين شهيدا وخمس عشرة ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسين مصابا منذ بدء العدوان الصهيوني على البلاد في أخباري الرياضة ولحسابي الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم تلعب اليوم ثلاث مباريات تجمع كلا من أولمبي أقبو ووفاق ستيف جمعية أولمبي شلف نجم مقرى ترجي مستغانم وشبيبة الصورة هذا وتعادلت أمس منودية وهران أمام ضيفها اتحاد خنشلة سلبا دون أهداف في المباراة التي احتضنها ملعب ملود هدفي بوهران ختام والمجز شكرا لكم على المتابعة عودة إليك عبدالجليل وتتمت فقرات هذا الصباح شكرا جزيلا لك جويدا على كليات الأخبار والتفاصيل عدنا إليكم إذن مجددا مشاهدية الأفاضر في آخر ساعة من برنامج هذا الصباح ودائما بالحديث عن الشباب المبتكر والطموح من أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الخلاقة ممن يعملون جاهدين على تطوير حلول نوعية تستجيب لمختلف التحديات والمشاكل والعوائق الحياتية والعينة معنا اليوم لشاب جزائري باحث ومبتكر استطاع ابتكار أول جهاز تبريد ألواح الطاقة الشمسية والذي تحصل على إثره على جائزة المواهب الشابة الإفريقية بإيطاليا لسنة 2024 هذا الجهاز الذي بإمكانه الآن أن يحل مشكل فعالية الطاقة الشمسية للحديث أكثر حول هذا الموضوع تشرف بحضور السيد الأخضر حميدة وباحث ومبتكر أول جهاز في العالم لتبريد ألواح الطاقة الشمسية والمتحصل على جائزة المواهب الشابة الإفريقية بإيطاليا 2024 24 صباح الخير سيدي مرحبا بك معنا وأيضا أهنئك على هذه الجائزة هنيئا لك ولكل الباحثين والمخترعين الجزائريين أيضا صباح النور أستاذ عبد الجليل تحياتي طيبة لكم شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة أشكركم جزيلا شكرا على هذا الترحيب وهذه الاستضافة وتحياتي شكرا جزيلا لك سيد إذن نخضر حميدة نبدأ معك من هذا الاختراع المبتكر هذا الاختراع المذهل الذي سيساهم أيضا في حل إشكالية تناقص أو فعالية الطاقة إلى تقريبا 30% لما تكون فيها درج حرارة كبيرة خصوصا في المناطق الصحراوية نتحدث معك بداية قبل الحديث عن هذا المشروع نبدأ معك كيف جاءت الفكرة ولماذا اخترت هذه الفكرة بالتحديد بسم الله الرحمن الرحيم قبل البداية في تعريف المشروع وماهيته دعنا نتحدث بشكل بسيط عن من هو لخضر حميداتو وكيف التكوين حتى وصلنا إلى هكذا مرحلة البداية لخضر حميداتو وانا مهندس دولة في الميكانيك متخصص في الطاقويات متخارج من المدرسة الوطنية متعادة تقنيات بقسنطينا ولما نقول الطاقويات فنحن متخصصون في هكذا مجالات هذه هي المجالات التي نعمل عنها بالتحديد قمنا بالعمل مسبقا قبل هذا المشروع على عدد مشاريع أخرى ما كانتنا من استقطاب رؤية ممكنة حول المصانع حول المشاكل التقنية التي تتعرض لها حول جدوى هذه المشاريع وصل عام التخرج لما انتقينا فكرة تبريد الألواح الكهروضوية لماذا جاءت هذه الفكرة ولماذا اخترنا هذه الفكرة بسبب الرؤية الوطنية للبلاد رؤية السيد رئيس الجمهورية حول الانتقال الطاقوي حول الاستغلال الكبير لهكذا موارد في الجزائر وبداية استبدال الكهرباء الوحفورية بالكهرباء النظيفة بالكهرباء النظيفة فندرك تماما حجم الإشعاع الشمسي في البلاد وهذا الإشعاع الشمسي هو إيجابية وفيه خلال تقني أو تأثير آخر تقنية الذي هو يسبب ارتفاع درجة الحرارة فمع إدراكنا لهذه العقبة تنشأنا فكرة والحاجة إلى تبريد الألواح الكهروضوية في البداية علاهن برد الألواح الكهروضوية ولماذا نحتاج إلى تبريد الألواح الكهروضوية بشكل بسيط ارتفاع درجة ألواح الكهروضوية يؤدي إلى انخفاض مباشر في المردود الطاقوي لهذه الألواح الكهروضوية هذا في المردود أو خلينا نقول التأثير المباشر وهناك تأثير بعيد المدى تأثير بعيد المدى يؤثر على الاستثمار طويل المدى لهكذا ألواح كهروضوية وبالتالي اتلاف ربما الألواح الكهروضوية وتدهو رحالتها فالحاجة إلى تبريد الألواح الكهروضوية أمر ضروري أمر لا بد منه كذلك النقص في هكذا حلول صناعية جعلنا نؤمن ونفكر تفكيرا جديا في أن نجعل هذا المشروع مشروع صناعي مشروع مبتكر ونعمل عنه طيلة فترة المشروع ما هي القيمة المضافة أو ما الذي يميز هذا المشروع ممكن عن غيره من المشاريع في تبريد ألواح الطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوية بالتحديد القيمة المضافة الذي يقدمها هذا المشروع في البداية تبريد الألواح الكهروضوية يرفع من كفاءتها المباشرة يقوم بحمية الألواح الكهروضوية خصوصا على الاستثمار بعيد المدى القيمة التي كانت ثورية في هكذا مشروع هو استعماله لمواد تغيير الطور مواد تغيير الطور على غرار الحلول الأخرى التي ربما تحتاج إلى استهلاك كهربائي تحتاج إلى صيانة دورية تحتاج إلى استغلال موارد أخرى كلمياه ونحو ذلك هذا المشروع عبارة عن منتج يدمج بالألواح الكهروضوية ويقوم بتبريدها بشكل سلبي أو عن طريقة تسمى passive method بالتالي لا يحتاج إلى كهرباء ولا يحتاج إلى صيانة ولا يحتاج إلى أي شيء من هذا القبيل خصوصا وبالتوازي هذا مع القيمة أو خلينا نقول التسعير المنخفض فإدماج هكذا أمرين جعل من هذا الحل حلا مواكبا جدا لهذه المشكلة وجعله حولا واعدا لحماية الألواح الكهروضوية وزيادة كفاءتها خصوصا في المناطق الحرى لا تحدث أيضا ممكن عن أبعاده وأهميته البيئية والاقتصادية أيضا في المستقبل القريب بالتأكيد بالتأكيد الكهرباء النظيفة أصبحت ضرورة أصبحت أمر حتمي أن نزيد من كفاءتها وزيادة كفاءة هذه الحلول المستدامة في البداية نحن نرى أن الحلول المستدامة ليست ضرورة بل هي فرصة الحلول المستدامة فرصة لإعادة التفكير الحلول المستدامة كذلك فرصة للابتكار وكذلك فرصة لتغيير النمط المعيش الذي نعيش فيه فهكذا حل سيؤدي إلى تحسين الألواح الكهروضوية وزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة وبالتالي تقليل من الأبعاد الأخرى مثل الكربون مثل انبعاثات الكربونية وكذلك مساهمة في التغير المناخي وحماية المناخ بشكل عام فهذا البعد الأول المهم جدا والبعد المباشر على الأمر الاقتصادي زيادة الإنتاج الكهربائي بشكل مباشر يمس من زيادة الصادرات والواردات المالية نتحدث أيضا عن أهمية هذا المشروع المبتكر والذي على إثره تحصلت على جائزة المواهب الشبة الإفريقية بإيطاليا 2024 وللتذكير فإنك شاركت من بين 11 ألف مشارك من مختلف دول العالم نتحدث عن مشاركتك في هذه المسابقة وعن إحساسك لما توشت بهذه الجائزة الحمد لله في البداية الذي وفقنا لأن أكون أول جزائر فائز بهذه المسابقة العالمية والتي أرجو أن أعمم هذا النجاح وأنا كنا الأول ضمن العديد من الفائزين إن شاء الله مشاركتنا في هذه المسابقة كانت باسم هذا المشروع باسم مشروع تبريد الألواح الكهروضوئية شاركنا في المسابقة باسم المدرسة بالانتماء إلى المدرسة الموطنية متعادة تقنية بقسنطينة وكانت تتوجي الحمد لله ضمن منافسة شارثة المشاركون كانوا 11 ألف مشارك على مستوى العالم ضمن لجنة علمية مرموقة جدا تحمل ست أعضاء لديهم جوائز نوبل وبالتالي تقييم كان حادا كان ربما تقييم دقيقا جدا في هكذا مشاريع يصر الله أن كنا الفائزين في هذه المشاركة وهذا المشروع التكريم كان بحضور الرئيس الإيطالي في قصر كورينالي بيروما والحمد لله نتمنى أن تكون هذه الفرصة تحفيزا للشباب الجزائريين لهكذا مشاركات وكذلك أن تكون بداية لتكريم التكوين الجزائري في المحافل الدولية أكيد حسنا بالفخر المباشر لكن الفخر لم يكن فردي فقط لأن العمل كان عمل جماعي وليس جماعي بل عمل دولة نحن نفخرون جدا بالتكوين الجزائري الذي أوصلنا لهكذا مراتم جعلنا نشارك في مسابقات دولية وليست المشاركة فقط بل افتكاك حتى الصدارة في هكذا مشاريع فالفضل بعد الله عز وجل يكون لهذا التكوين للجامعة للأفراد للإطارات الذين ساهموا بهذا العمل دائما بالحديث عن التكوين وعن الجامعة وعن الإطارات الذين ساهموا في هذا العمل نتحدث أيضا عن الجهود الكبيرة التي تبدلها الدولة من خلال التوجه الجديد في دعم الشباب المبتكر والطموح من أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الخلاقة هذا الدعم هذه التسهيلات هذه التحفيزات كيف ستساعدكم أنتم كشباب مبتكر وطموح من أجل تطوير العديد من المشاريع التي ستساهم في إحداث النقلة النوعية والوثبة الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والاستراتيجية نعم بالنسبة للمرافقة الجامعية كانت ممتازة بالنسبة للتوفير بالنسبة للاهتمام ووعي حتى الإطارات الجامعية في ضرورة الابتكر ضرورة تقييد شباب وضرورة الفكر المنقاولة بين الشباب كانت جيدا كانت الأجواء التحسيسية ممتازة وكان هذه المرافقة تدل على الرؤية المشرقة للمستقبل الشبابي المبتكر بالنسبة لنا نحن نرى أن نكون هذا الجيل أن نساعد في تكوين جيل مبتكر لتحديد جزائر إن شاء الله مزدهرة لتحديد شباب إن شاء الله طموح لتحسين الحالة الاقتصادية والضفر بها إلى مناطب أعلى إن شاء الله ممكن ما هي مشاريعك المستقبلية أيضا في مثل هذه المشاريع نتحدث عن مصادر تحويل الطاقة هل هناك مشاريع مستقبلية تعمل أيضا على تقديم القيمة المضافة في هذا المجال الحيوي بالتحديد في البداية الحمد لله هذا التكريم في جائزة إني لم يكن فقط للعمل الأشاق الذي بذلناه سابقا بل كان دفعة معنوية لزيادة البحث زيادة العمل وزيادة الإنتاج ونتمنى أن يكون هذا التكريم من عديد التكريمات مستقبلا إن شاء الله أكيد الحاجة إلى تحسين الموارد المائية الحاجة إلى القطاع الصحي والقطاع الطاقوي والقطاع كذلك الزراعي في البلاد توجد فيه فرص عديدة تجعلنا أن نفكر دائما في استحداث أفكار جديدة وأفكار موازية لهكذا مشاريع أرى بالنسبة لمستقبل الذي أرىه أرى أن الابتكار والتحفيز هكذا لشباب رسالة ومسؤولية رسالتنا أن نقدم حلولا مستدامة تنفعنا في البداية نحن وتنفع المستوى العام في البلاد ومسؤولية مسؤولية أن أشارك هذا النجاح مع الطلبة أن أساهم في تكوين جيل مبتكر إن شاء الله لجزائر مزدهنة بحول الله ممكن في هذه النقطة بالتحديد لو نتحدث كرسالة إلى الشباب خصوصا الشباب المبتكر وطموح ممن يحملون الأفكار ويحلمون بتجسيدي على أرض الواقع لكن ممكن تجدهم دائما متخوفين من المستقبل متخوفين من التحديات أكيد أنت في إطار إنجاز هذا المشروع التجسيدي كانت هناك الكثير من التحديات لكن بالإرادة بالدعم استطعت التغلب على هذه التحديات ورأينا النتيجة ما شاء الله تتويجك بهذه الجائزة المهمة من بين 11 ألف مرشح عبر الدول العالم وأيضا اللجنة المحكمة التي كان من بينها 6 من المتحصرين على جائزة نوبل وليس بالأمر الهيئ ما هي رسالتك بالتحديد إلى هؤلاء الشباب للتغلب على مختلفات التحديات والتحلي بزمام المبادرة والإرادة والمضي قدما في تجسيد مشاريعهم أكيد بالنسبة لي أرى أن التحديات فرصة للتعلم وليست عقبات أن يرى الطالب أن التحدي فرصة للتعلم تمكنه من التعلم من البحث من زيادة العمل الشاق والإيمان بأفكاره والجودة التي يقدمها أكيد هي السبيل لأن يحقق هكذا نجاحات فرصة للتعلم فرصة كذلك للقاء إطارات وكذلك التحاور وعرض الأفكار مجددا ومجددا حتى إن شاء الله يتحصل على هكذا تقييمات الإيمان أكيد كل شيء إيمان بالفكرة إيمان بها والتحسين المستمر للجانب الأكاديمي والجانب الصناعي للطالب هو ما يمكنه إن شاء الله من حص هكذا ألقاب وربما حتى ألقاب أكثر إن شاء الله نتحدث أيضا عن جانب مهم جدا هو الجانب التكويني وفي هذه النقطة بالتحديد سنتحدث عن دور الجامعات التوجه الآن الجديد في الجامعة الجزائرية والدعم المبتكرين والدعم الباحثين وربطهم دائما بسوق الشغل وبمتطلبات المحيط الاقتصادي مثل هذا التوجه هذا الدعم من الجامعات والتكوين الذي تقدمه كيف سينعكس إيجابا على الطلبة والباحثين والمبتكرين بما سينعكس إيجابا أيضا على التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات أكيد هذا الأمر سيساهل جدا من خلق خطوط مباشرة بين الجامعة والجانب الصناعي والشركات الصناعية على أرض الواقع هذا مما يساهم بكل تأكيد بخلق حلول أكاديمية موجهة مباشرة للصناعة موجهة مباشرة للاستغلال الاقتصادي مما يؤثر مباشرة على تحسين جودة هذه الحلول وإضافة حلول عملية للمشاكل التي نواجهها هنا خصوصا في السوق التي نعيشها ونعمل فيها هذا الأمر إيجابي جدا هذه الرؤية ممتازة جدا أن يخلق جيل مقاولة جيل مبتكر جيل طموح جدا في هكذا رؤية والحمد لله هذا التكوين الذي تكوننا فيه وفخرنا به وحملنا عالمه خارج البلاد أثمر جهوده بفضل الله تعالى ونتمنى أن يثمر المزيد والمزيد من عقول جزائرية نؤمن بأنها من بين الأفضل في العالم وما هذا إلا إثبات على ذلك إن شاء الله تعالى نتحدث أيضا عن أمر مهم جدا هو التوجه الجديد للدولة الجزائرية في دعم الانتقال الطاقوي والاعتماد على الطاقات الجديدة والطاقات البديلة والطاقات النظيفة باعتباركم باحثين مختصين مبتكرين في هذا المجال كيف تساهمون في مرافقة هذه الجهود خصوصا أن المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة في الدعم وإنجاح هذا التحول بداية ما هي التحديات كيف تعملون على تذليلها وكيف ترون الأفاق بالنسبة للانتقال الطاقوي هذا نرى فرصة عمل جماعية فرصة عمل متكاملة للأفراد والمؤسسات الرؤية الوطنية كما ذكرت رؤية جيدة جدا لو نتحدث فقط عن القطاع الإنتاج الكهربائي خصوصا باللواح الكهروضوية فإن رؤية السيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تابون هي استغلال 15 جيجاوات بحلول سنة 2035 وهذا رقم كبير ورقم ممتاز جدا في هكذا استغلال لهكذا ثروات نظيفة في البلاد مما يساهم في الانتقال الطاقوي ورفع هذه الكفاءة المتواجدة في البلاد بالنسبة للعمل نحن نثمن جدا هذا العمل ونتمنى أن نكون جزءا مما يساهم في تطويره إن شاء الله كيف ترون مستقبل الانتقال الطاقوي في الجزائر في خضم كل هذه الإرادة السياسية المتوفرة في إطار هذه العقول المبتكرة هذا الإبداع هذه المشاريع المبتكرة التي تساهم في هذه الجهود الآن التوجه نحو الانتقال الطاقوي الاعتماد على الطاقات البديلة هي ضرورة حتمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة أيضا تخفيضا للتكلفة حفاظا على البيئة هو أمر حتمي وضروري كيف ترون الأفاق في هذه النقطة بالتحديد أيضا متفائلون جدا بهذه النقطة الجيدة متفائلون بهذا الوعي الكبير الذي أولده الدولة لهكذا انتقال وهكذا مجال وهذا لمسناه حتى في لقائنا مع السيد الوزير لمسناه حتى في لقائنا مع باقي الإطارات الذين التقينا بهم ونحو ذلك لمسنا الوعي الكبير والاهتمام الكبير بالسيد الوزير والسيد الرئيس الجمهورية وحتى باقي الإطارات على زيادة هذا الوعي وهذا التحسيس وعلى مرافقة هكذا جهود في كل المجالات ممكن في هذه النقطة بالتحديد دائما بالحديث عن هذه الجهود الكبيرة المبدولة من أجل دعم الباحثين والمبتكرين تحدث أيضا عن هذا التوجه الجديد الذي ساهم في خلق هذا الجيل من الباحثين والمبتكرين خاصة ما تعلق منها بتنمية الفكر المقاولة فكر ريادة الأعمال فكر الابتكار عمدى الطلبة الذي فتح لهم المجال واسعا لعرض أفكارهم لابتكاراتهم والتي توجت من خلال الكثير من الباحثين مثلك أنت تماما ما شاء الله سطعت تطوير هذا المشروع المهم جدا والذي سطعت من خلاله تتويج بعديد الجوائز هذا التوجه الجديد كيف سيساهم في خلق الجيل من الشباب المبتكر الشباب الطموح الشباب القادر على قيادة الوطن بأفكار تساهم في تحقيق النهضة المتوقعة والمتوخات أيضا مؤمنون جدا بأن هذا الجيل يتمتع بطاقات كبيرة وإمكانيات جيدة جدا على التغيير ونتفائل بكل تأكيد بهذا الجيل على أن يساهم في تطوير هذه العجلة عجلة الاقتصاد ودفع قدما بالفكر المقاولاتي وكذلك الفكر الصناعي الذي يحمله والذي تعمل الدولة على بثه في جميع الهيئات الجامعية غرارا على الفكر السابق الأكاديمي الذي كان متواجدا هذا الفكر جيد جدا ولمسناه كما ذكرت سابقا في الإطارات وفي الحاضينات في الجامعة وكذلك في الدولة التحسيسية التي شاركنا فيها وكنا أحد الأعظم منها وهكذا دائما يتكرر إن شاء الله تعالى على أن يكون هذا المجال وهذا الفكر طموحا وأن يكون إن شاء الله بذرة خير لمستقبل المشرق بحول الله تصيحتك للباحثين والطلبة في هذه النقطة بالتحديد أيضا دائما للاستفادة من مختلف هذه التسهيلات من مختلف هذه التكوينات من هذا التوجه الجديد والذي يفتح لهم المجال واسعا والآفاق مبشرة أيضا لتطوير أفكارهم وتجسيدها على أرض الواقع بما سيساهم في إعطاء حلول نوعية لمختلف المشاكل والتحديات كما فعلت أيضا من خلال هذا الاختراع الذي ساهم في حل إشكالية فعالية الطاقة كثيرا خلال ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في المناطق الصحراوية ما هي نصيحتك للطلبة والباحثين في هذا المجال بالنسبة للنصيحة الأولى تكون دائما بدراسة جدوى المشايع التي يقدمها الطلبة أن تكون دراسة جيدة دراسة سوقية موازية للمشروع الذي يعرضونه والذي يعملون عنه بالنسبة للآفاق أصبحت مفتوحة وطنيا دوليا وحتى عالميا أصبح بإمكان الطلبة أن ينافسوا وطنيا وأن ينافسوا عالميا بأفكارهم ويروا الجودة التي تعرض مشروعنا كما ذكرت الحمد لله الأول من نوعه في الجزائر وربما حتى عالميا فالبحث حتى عن مشاريع للعالم فقط للعالم بأكمله يمكن أن تثمر من توجهها ويمكن أن تبدأ من الجزائر إن شاء الله وتعالى الإيمان بالفكرة الحلم وكذلك الاجتهاد والفكر المقاولة هو إن شاء الله ما هو الفكرة وهو الطريق وهو السبيل إلى هكذا التثمين وهكذا إنجازات بحول الله تعالى ونتمنى أن نكون جزءا من هذا التطوير نتمنى أن نكون جزءا من هذا التكوين وهو ما بدأناه ربما مؤخرا فبكتابة كتاب مجاني للطلبة لحثهم وإعطاء فكرة ورؤية مباشرة وربما حتى لذكر الأخطاء التي وقعت فيها أثناء التكوين حتى يساهم الطلبة ويساعدهم في المضي قدما بهكذا مشروع الكتاب أسميته بإذن الله From Aspiration to Achievement وهو بالاسم العربي من الطموحنا والشموخ يذكر هكذا معالم وهكذا أفاق وهكذا أفكار قد تساعد الطلبة في تكوينهم وكما ذكرت نتمنى أن نكون جزءا من تكوين هذا الجيل المبتكر وهذا الجيل الطموح نحو جزائر مزدهرة لماذا يتخوف طلبة دائما أو الباحثين أو المبتكرين الجدد دائما ما يتخوفون من الفشل حتى قبل أن يبدأوا لماذا دائما هذا التخوف؟ هل خالجك هذا الشعور؟ كيف تغلبت عليه؟ كيف تغلبت على مختلف هذه التحديات؟ حتى لا تحدث عنك كقدوة إلى غيرك من الشباب أنه ليس بالأمر الهيئ وليس بالأمر السهل وليس أيضا بالطريق السلس إنما هناك الكثير من العقبات الكثير من التحديات هو أسر دائما في مجابهة هذه التحديات في الإرادة في الصبر وفي التغلب عليها أيضا أكيد نتمنى أن نكون نتحدث ممكن عن هذا المشروع الذي قمت به ما هي مجمل التحديات التي واجهتك؟ نتمنى أن نكون نعم القدوة لهذا الجيل إن شاء الله تعالى وأنت كذلك الله يهني فكما ذكرت نتمنى أن نكون نعم القدوة لكن التفكير في البداية بالفشل هو ربما أمر عادي أمر طبيعي جدا أن يفكر الباحث وأن يفكر صاحب المشروع في الفشل لكن لا يجعله نصب عينيه بل يفكر في التغلب على هذا الفشل لو نتحدث على المستوى الشخصي فشلنا كثيرا في تحقيق المشروع تعرضنا للفشل الأولي لكن بالاستمرار بالعزمة بالإصرار بمحاولة طرق أخرى وزيادة البحث وتثمينه والكثار من المأصادر من هنا ومن هناك في الأبحاث السابقة جعلنا نائما نجد طرق بديلة حلول أخرى لتثمين هذا المشروع بالنسبة للمجانب الشخصي واجهنا تحديات كما ذكرت حتى في تخصص غير تخصص الذي عملنا به مشروعنا كان مشروع تجريبي بحث وأنا متخصص في الميكانيك لكن وجدت نفسي مضطرا في البحث في تخصصات أخرى في هندسة المواد حتى نجعل المادة ممتازة وجدنا أنفسنا نعمل في هندسة الانجيني دي بروسيدي أو هندسة الكيمويات حتى نمكن من تطوير المادة التي عملنا بها فالتفكير بشكل عام التفكير في حلول أخرى دائما هو ما يجعلك تتفوق على هذا الحل أكيد أن الفشل وليس فشلا بل هو العقبات موجودة العقبات موجودة لكن كما ذكرت هي فرص للتعلم لكن الفشل الأولي أو ربما العقبة الأولى التي تجعل من الطالب يتوقف وتجعل منه لا يكمل في مشروعه قد يؤثر عنه وبالتالي عليه دائما بالصبر عليه دائما بالإصرار عليه دائما بالعزيمة والبحث عن طرق أخرى حتى يجعل من المشروع حقيقيا ومجسدا على الأرض الواقع ممكن كسؤال أخير ما هي معايير النجاح التي تراها أو معايير نجاح مشروع ماك يتحول من فكرة إلى مشروع مجسد على أرض الواقع حسب خبرتك في تجسيد ممكن مثل هذا المشروع أو مشاريع أخرى ما هي معايير النجاح التي تنصح الطلبة دائما باتباعها نجاحا لمشروعهم بالنسبة لمعايير النجاح دائما ما تكون مختلفة حسب الشخص حسب البيئة وحسب المشروع ومجال هذا المشروع لكن بالنسبة لنا نرى أن أول شيء قد يعمله الطالب قبل بداية المشروع هو أن يفكر في جدوى هذا المشروع في السوق المتواجد له في الحلول المدواجدة سابقا وكذلك في المنافسين المتواجدين فهكذا تفكير في هكذا أمور رسم الطريق قبل الرداية هو ما يجعل الطالب يعرف وجهته ويجعله يكمل فيها ففي البداية هذا ما ينبغي للطالب أن يجعله كذلك معايير النجاح تجعله بالنسبة للجانب الأكاديمي الجانب الأكاديمي يفكر دائما في خلق عمل فريد عمل جديد والبحث دائما عن براءات الاختراع والمواصلة في البحث عن الدراسات المتواجدة حاليا في الجانب الصناعي يحاول دائما أن يتواصل مع الشركات مع من يقدم لهم هذه الخدمة وهذا المشروع مما يجعله أكيد في المقدمة في الصدارة حتى يكمل مشروعه إن شاء الله نسر دائما يكمن في الصبر يكمن في الإرادة يكمن في المثابرة وهي معايير النجاح التي تراها من أجل نجاح أي مشروع أكيد أكيد الالتزام أولها بعد تيسير الله عز وجل الالتزام ربما ما يفرق بين الطالب وغيره هو الالتزام الالتزام والاستمرارية فالبداية كلنا ستبدأ الالتزام قد تجد من يقدر نفسه ويعمل لكن الاستمرارية هو الحل الاستمرارية هو السر الذي يجعل من المشروع وإيمانه الكبير بالمشروع هو ما يجعله في المقدمة السيد نخضر حميداتو باحث مبتكر أول جهاز في العالم لتبريد ألواحي طاقتية شمسية والمتحصل على إثرهي على جائزة المواهب الشبى الإفريقية بإيطاليا لسنة 2024 أهنئك مرة ثانية بهذا التتويج والذي أذكر مشاهدي الأفاضل أنه كان من بين 11 ألف رشح عبر العالم وأيضا من خلال لجنة تحكيمية مكونة أيضا من ستة من المتحصلين على جائزة نوبل كل الشكر لك المزيد من التوفيق والنجاح يا رب تحياتي شكرا جزيلا مرة أخرى على هذه الاستضافة التي تثبت أن الاهتمام الإعلامي بالجانب العالمي والجانب الأكاديمي جيد جدا ونتمنى أن يثمر بحول الله تعالى إلى جزائر مشرقة ومستقبل واعد بحول الله هذا هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه كلنا إذن شكرا جزيلا لك سيد الأخضر حميداتويدا مشاهدي الأفاضل لازمنا مستمرين معكم دائما وضمن هذا البث المباشر من فقارات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أرحب بكم مجددا إذن مشاهدي الأفاضل في تتمة فقارات برنامج هذا الصباح نبقى دائما مع الجوائز والتتويجات هذه المرة من خلال تسليط الضوء على أعلام الجزائر وفي هذه الفقرة سنتحدث عن الأمير عبدالقادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورائد المقاومة الشعبية المسلحة في الجزائر من خلال قراءة في كتاب سكة الأمير عبدالقادر الجزائري وبناء السيادة الوطنية لمؤلفه البروفيسور عبدالقادر دحدوح والذي توج من خلاله بجائزة أفضل كتاب علمي في التاريخ والأطار والتراث للوطن العربي لسنة ألفين وأربعة وعشرين للحديث أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور مؤلف هذا الكتاب القيم وهو البروفيسور عبدالقادر دحدوح أستاذ عبدالقادر بجامعة اتفاضة صباح الخير بروفيسور مرحبا بك معنا صباح الخير لكم ولكل مشاهدي الكرام إذن بداية كل الشكر لكم على تسليط الضوء على أعلام الجزائر ممن ساهموا في تحقيق نهضتها الفكرية السياسية العلمية نتحدث معك بداية عن هذا الكتاب عن أهمية هذا الكتاب عن فحوة هذا الكتاب خصوصا وأنه قد تحصل على جائزة أفضل كتاب علمي في التاريخ والتراث في الوطن العربي لسنة 2024 فعلا هذا الكتاب كان مؤخرا محل تتويج بجائزة أفضل كتاب في الوطن العربي في الدراسات الأثرية وتراثية طبعا المقدمة من قبل المجلس العربي للاتحاد العام للأثرية العرب المنظوي تحت اتحاد الجامعات العربية المنبثق عن الجامعة العربية هذه الهيئة تشرف سنويا على تنظيم عدة مسابقات وتمنح جوائز يشارك فيها مختلف طبعا الباحثين والكتاب والعاملين حتى في ميدان الآثار على مستوى الوطن العربي وكان في هذا السنة عقد المؤتمر السابع والعشرين وعلى هامش طبعا هذا المؤتمر تم منح هذه الجوائز والكتاب فعلا يعني مهم جدا من حيث كونه أنه يدرس شخصية ليست فقط جزائرية وإنما هو شخصية لها بعد عالمي ألا وهو الأمير عبدالقادر الجزائري وربما لا يتحدث الكتاب عن الجانب التاريخي فقط المعروف في هذا الإطار هذا فيه كتب كثيرة وفيه أبحاث عديدة تتناول الجانب التاريخي للأمير عبدالقادر كأديب كمقاوم كمؤسس دولة كرجل سياسة كديبلوماسي وحتى كعالم وكفقيه وأديب وشاعر ومفكر وما إلى ذلك ولكن الكتاب هنا يتحدث عن جانب أثري عن التراث المادي للأمير عبدالقادر وفي نفس الوقت يتحدث عن رمز وشارة من شارات الملك ورمز السيادة الوطنية التي كان ينشدها الأمير عبدالقادر ولذلك للكتاب أهمية كبيرة فمن حيث أنه ممكن ما هو الجديد في هذا الكتاب ما هي الإضافة ما هي القيمة المضافة التي قدمها هذا الكتاب بالمقارنة كما تفضلت مع مختلف الكوال الكتب الأخرى التي تناولت مسيرة وسيرة الأمير عبدالقادر الجزائري ما هي الجوانب التي ركز عليها وما هي أبعاد تركيز على هذه الجوانب أيضا فعلا الكتاب صراحة يعني يرجع اهتمامي بالأمير عبدالقادر والبحث في تاريخه ومنجزاته يعود إلى مرحلة الماجستار في سنة 2000 إلى 2004 كنت أعددت رسالة ماجستار وهي الآن منشورة في كتاب حول استحكامات الأمير عبدالقادر العسكرية وحينها لفت انتباهي موضوع السكة أو العملة التي هي رمز من رموز الدولة والتي هي شارة من شارات الملك على ذكر على حد قول العلامة ابن خلدون وبالتالي لفت انتباهي هذا الموضوع هي على الاستقلالية والسيادة طبعا هي رمز للسيادة رمز الاستقلالية رمز لقيام دولة رمز لنشأة دولة قائمة بذاتها مستقلة عن أي كيان آخر وبالتالي قلت لفت انتباهي هذا الموضوع وبدأت طبعا أبحث فيه وأجمع المادة الخاصة به وخاصة فيه مجموعة نقدية موجودة بالمتحف المكتب الوطني بباريس وقد قمت باستغلال هذه المجموعة النقدية التي توجد فيها بعض النقود غير موجودة للأسف شديد في متاحفنا الجزائرية وبالتالي هي تضيف مادة تاريخية مهمة جدا وتثر الكتابة التاريخية حول الأمير عبدالقادر وسكته ومن خلال هذا الكتاب أظهرنا بأن الأمير عبدالقادر ضرب عملة في الضية ونحاسية وليس كما كان شائعا على أن الأمير ضرب فقط نقودا أو سك عملة من نحاس فقط كما أن الأمير عبدالقادر أظهرنا في هذا الكتاب بأن سك العملة عنده كان منذ سنة 1250 هجري أي 1834-35 وليس كما كان شائعا في سنة 1836 فقط وسك العملة كان بداية في مدينة معسكر العاصمة الأولى قبل أن ينتقل بعاصمته إلى مدينة تاقدمت القلعة التي شيدها في سنة 1836 وبالتالي سك العملة كان بداية في مدينة معسكر ثم إلى مدينة تاقدمت بداية من سنة 1836 كما أبرزنا في هذا الكتاب أن مدينة معسكر في تسميتها الحقيقية أو الأصلية التي كانت شائعة أنذاك في العهد العثماني وحتى إلى غاية القرن التاسع عشر كانت تسمى بأم معسكر وليس معسكر كما هو شائع حاليا وهي التسمية ذاتها التي نجدها في العديد من الكتاب حتى المعسكريين أنذاك مثل أبي راس الناصري في كتابه عجايب الأصفار يذكر مدينة معسكر تحت مسمى أم معسكر بالإضافة إلى هذا طبعا في هذا الكتاب يظهر مدى رمزية النصوص التي سكها الأمير عبدالقادر ونقشها على عملته كالاقتباس القرآني إن الدين عند الله الإسلام وكذلك حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين إذن بحثت في الخلفيات التي دفعت الأمير عبدالقادر بنقش هذه النصوص القرآنية على سكته ورمزيتها سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في الظروف التي كان يعيشها الأمير عبدالقادر فالأمير عبدالقادر طبعا لما يذكر إن الدين عند الله الإسلام هي رسالة موجهة إلى الجزائريين أولا الذين كانوا يعيشون مرحلة بداية التبشير والتنصير وما إلى ذلك وكان يؤكد الجزائرين بضرورة التمسك بالهوية الوطنية ضرورة التمسك بالدين الإسلامي الذي هو في الحقيقة العامل الأساسي أو الذي يدفع بالجزائرين إلى الحفاظ على هويتهم على تراثهم على أصالتهم والحفاظ على وطنهم بناء على أن الدين الإسلامي يدفعهم إلى ضرورة مجاهدة العدو الفرنسي وتحرير البلاد من أي استعمار كان هذا من ناحية أيضا ومن ناحية أخرى هو أيضا يريد أن يوجه رسالة إلى الفرنسيين بأن هذه البلاد وهذه الأمة لها دين ولها هوية ليست كدينكم وليست كهويتكم وبالتالي هي شعب وأمة مستقلة عنكم ولا تربطها أي صلة بكم وبالتالي هو يؤكد على ركن أساسي ومقوم أساسي من مقومات الهوية الوطنية أنا ذاك ألا وهو الدين الإسلامي كما أن في الاقتباس القرآن الآخر لما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل توكل عبدالقادر أخذها حتى في رمزيتها تحت شجرة تردارة وكأنه يماثل المبايع التي حدث للرسول الله سلم تحت شجرة وبالتالي شجرة الردوان طبعا وبالتالي الأمير عبدالقادر هذا الذي أخذ الحكم عن طريق البيعة التي هي أساس نقل الحكم في الإسلام طبعا وفي الشريعة الإسلامية أمره مشورة بينهم طبعا وأمره مشورة بينهم إذن لما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فهو أيضا يتوكل على الله وفي نفس الوقت هو يتأسى بقول النبي إبراهيم عليه السلام لما قذف به إلى النار ماذا قال إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت كافية طبعا له من نجاته من النار فكانت بردا وسلاما عليه وكأن الأمير عبدالقادر حينما نقش هذه الآية هو أيضا يرى نفسه بأنه ملقى في النار أمام عدو تحديات طبعا تحديات مواجهة عدو يعني كانت بمثابة أمبراطورية أنا ذاك هذه الأمبراطورية أنا ذاك كانت تمتلك من القوى ما ليس للأمير عبدالقادر كان الأمير عبدالقادر بصدد تأسيس دولة فتية يؤسس لجيش يعني في بداياته يؤسس لكل ما تتطلبه الدولة من مجابهة عدو يمتلك كل القوى يعني أنا ذاك وبالتالي قال حسبنا الله ونعم الوكيل كما ضرب الأمير عبدالقادر أيضا نقشا آخر ألا وهو ربنا أفريق علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقيقة أن نقشه لهذه الآية ورسمه لهذه الآية على سكته جاء بعد سنة يعني 1840 1841 إلى غاية 1842 وهي السنوات التي شهدت حملة وهجمة خطيرة جدا من قبل المستعمى الفرنسي وسقطت على إثرها مدن الأمير عبدالقادر بداية من المدية ومليانة ومعسكر وتلمسان ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية سقوط قلاعه وحصونه التي شيدها بنفسه والمتمثلة طبعا في بغار وتقدمت عاصمته وكذلك سبدو وسعيدة وبالتالي الأمير عبدالقادر شعر بأن موازين القوى ليست في صالحه وحينها قال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وهو في مرحلة خطيرة جدا يمر بها لجأ من خلالها إلى بناء عاصمة متنقلة ألا وهي زمالة وبالتالي هذه المعاني حاولت أن أبرزها فضلا عن أنني أفرت فصلا كاملا لجهود الأمير عبدالقادر في بناء السيادة الوطنية من خلال أولا اتخاذه لختم يرمز إلى هوية الدولة الجزائرية الحديثة التي ينشدها الأمير عبدالقادر هذه الدولة التي ذكر فيها اسمه ولقبه بأمير المؤمنين وبالإضافة إلى حتى ذكر لأسماء الخلفاء الراشدين دائما المرجعية الدينية طبعا المرجعية الدينية حتى المرجعية المذهبية على أن هذه الدولة التي ينشدها دولة سنية وبالإضافة إلى ذلك هو لما ينقش اسمه الأمير المؤمنين عبدالقادر بن محي الدين الواثق بالقوية المتين أمير المؤمنين هو في ذلك تحدي لأي شخص آخر في إشارة إلى أنه مستقل عن أي كين آخر بل بهذا الختم نفسه رسل السلطان العثماني وفي الختم يقول أمير المؤمنين عبدالقادر بن محي الدين وبالتالي بالإضافة إلى الختم الذي قلنا اتخذها أو أيضا اتخذها راية تختلف عن أي كيان آخر حتى راية الدولة العثمانية بالإضافة إلى ذلك اتخذ سكة كنا تحدثنا إليها بالإضافة إلى ذلك عين مجلس شورى وكذلك عين مجلس حكومي إن صح القول بمفهومنا الحديث من خلال تعيين يدولة قائمة الأركان دولة قائمة بكل أركانها مجلس وزاراء فيه طبعا عدة وزاراء فيه عدة ولاة ومقاطعات وصل حتى إلى ثمانية من الولايات أنذاك توصل إلى أصطيف إلى بسكرة إلى لغواط إلى تلمسان إلى المدية مليانة معسكر كل هذه طبعا كانت كولايات تابعة للأمير عبدالقادم في أوجي طبعا تطوره وحكمه بعد طبعا معاهدة التفنة وبالتالي بالإضافة إلى هذا حتى أنه عين صفراء له وراسل الملوكة والحكام أنذاك من إسبانيا إلى إنجليطرا إلى إلى طبعا حتى السلطان العثماني وبالتالي يعني ربط علاقات دبلوماسية وسياسية مع دول أخرى ساهمت حتى بدعمه بالأسلحة سواء بالشراء أو كهدايا أو كهباء وما إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك فرض التأشير على الفرنسيين أو حتى على الأوروبيين سائر الأوروبيين الذين كانوا في المدن طبعا التي تحت حكم الاستعمار الفرنسي أن يدخلوا إلى الأراضي الجزائرية التابعة للأمير عبدالقادر فرض عليهم التأشير وجوبا لا يمكن لأي فرنسي أو أوروبي أن يدخل إلى التراب الجزائري تحت حكم الأمير عبدالقادر دون وجود رخصة وتوقيع وختم من ممثلين الأمير عبدالقادر يعني طبعا تأشيرة وبالتالي لا يوجد هناك تأشيرة إلا أن تكون هناك سيادة لتلك الدولة وبالتالي فلما قلنا بأن الأمير عبدالقادر أو سكة الأمير عبدالقادر وبناء السيادة الوطنية في الحقيقة هو التدليل على أن ضرب سكة هو له من المدال يعني من المعاني الرمزية الكبيرة والقوية جدا على أن الأمير عبدالقادر أسس دولة جزائرية حديثة معاصرة وأقام لها كل أركانها من سكة من يعني عملة مستقلة ممكن في هذه النقطة بالتحديد ما الذي يمكن الاستفادة أيضا منه من تجرباتي ودور الأمير عبدالقادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة عند سكة لهذه العملة الخاصة خاصة فيما يتعلق بترسيخ معالم الهوية الوطنية الجزائرية في ذلكل تلك التحديات والظروف وحملات التبشير والتغريب التي انتاجها المستدمر الفرنسي ما هي دلالاته أيضا بالرجوع دائما للحفاظ على الهوية الجزائرية العربية والإسلامية ما هي دلالات السياسية الثقافية والمجتمعية كما قلت خصوصا في ذلك كل تلك التحديات التي عاشها الأمير عبدالقادر وليس بالأمر السيء الهيئ وعندما أسس الدولة الجزائرية الحديثة لم يكن يعني الظروف الأمير عبدالقادر وبكل الصدق يعني أقولها فالأمير عبدالقادر كان عبقاري يعني بكل ما تعنيه الكلمة يعني هذا الأمير الذي استلم الإمارة من يدي أعيان القبائل لم يرث يعني حكما أو ملكا قائما أخذه عن جدارة أخذه عن جدارة طبعا بل والده هو من رشحه بعدما يعني الأعيان اجتمعوا على والده محيددين ولكن والده محيددين كان يرى فيه ما لا يراه غيره بالإضافة إلى كونه أن الأمير عبدالقادر كان يحمل كل هذه الصفات من العبقارية في عدة مناحي قلنا هو الشاعر وهو الأديب وهو الكاتب وهو المؤلف وهو العالم وهو المجاهد وهو الفارس وكل هذا طبعا كان يجتمع في الأمير عبدالقادر فالأمير عبدالقادر تكوينه وهو سقلت يعني طبعا فيه مواهب كبيرة جدا هي التي أهلت لأن يكون عبقر زمانه ويؤسس دولة إن صح القول يعني من عدم لا أقول يعني من عدم من حيث أن الجزائر لم تكن موجودة سابقا بل الجزائر من حيث الظروف التي كانت سائدة طبعا الظروف التي كانت سائدة فالأمير عبدالقادر يعني طبعا كانت الدولة العثمانية من خلف العثمانيين يعني من بايات وإلى ذلك حاول الحاج أحمد باي طبعا في قسنطينة وقاد مقاومة طبعا شارسة في مواجهة العدو الفرنسي ولكن لم يحظى بمساعدة ودعم من السلطان العثماني لم يدعمه لا ماديا ولا ماليا ولا حتى لم يلقبه بباشا وداي الجزائر وبالتالي الأمير عبدالقادر أخذ الملك والإمارة والحكم من الجزائريين أنفسهم بايعه الجزائريون أنفسهم لتأسيس دولة وحكومة مبايعة وتزكية طبعا مبايعة وتزكية من الجزائرين أنفسهم بايعوه لأن يدافع عنهم ولأن يحرر هذه البلاد هذه البلاد وأن يحفظ هوية هذه البلاد كأمة عربية إسلامية جزائرية مستقلة طبعا عن أي كيان آخر وطبعا الأمير عبدالقادر كان في ظروف جد صعبة كان يقود مقاومة كان يقود مقاومة ضد أعتى الأمبراطورية أنذاك في هذه الظروف الصعبة جدا لا يخفل الأمير عبدالقادر عن ضرب عملة وسك عملة ترمز إلى سيادة لم يخفل الأمير عبدالقادر عن بناء مدن وصرح هذا قولا قال بأنه أعلم بأن هذه المدن تكلفوني وليس ربما الوقت مناسب ولكنني أؤمن يقينا بأن بناء هذه المدن في المناطق الداخلية في المناطق التلية على الجبال من دون شك سيكون من الصعب جدا على العدو الفرنسي الدخول إليها بسهولة وبالتالي في تلك الظروف التي كان يحتاج إلى أسلحة ومعدات طبعا الحرب وما إلى ذلك في تلك الظروف ذاتها أنشأ مدينة تاكدمت وأنشأ بوغار وأنشأ سبدو وأنشأ سعيدة وبالتالي الفضل الكبير للأمير عبدالقادر في بناء هذه المدن وتمدينها وبالرغم في تلك الظروف كلها إلا أنه أنشأ هذه المدن إذن فالأمير عبدالقادر جاهد وقاوم المستعمر الفرنسي لمدة 17 سنة حقيقة أتأثر جدا لما أقرأ أن الأمير عبدالقادر يوم مبايعته رجع إلى بيته وخير زوجته التي كانت ابنة عمه قال لها تعلمين بأن القوم بايعوني على أمر عظيم فإنني أخيرك بين أن تصبيري أو أسرحك بإحسان فطبعا الزوجة الوفية فاختارت طبعا الصبر والأصيلة كأي إمرأة جزائرية طبعا أصيلة فاختارت طبعا الصبر وتذكر النصوص التاريخية أنه بعد فترة طويلة لم تلقى الأمير عبدالقادر مدة سنتين الأمير عبدالقادر لم يكن خارج الأراضي التراب الوطني بل كان يجوب بين المدية ومليانة وتلمسان ولم يلقى أسراته مدة سنتين فحين علمت بأنه سيمر بمعسكر بخرشفة بنواحي مليانة فقامت بذهاب طبعا إلى ذلك المعسكر وأفرشت الفرش وزرابي وما إلى ذلك وأقامت خيمتها فلما جاء الأمير عبدالقادر ودخل الخيمة قال له أذكرك بما قلته لك أول يوم إما أن تصبيري أو أسرحك بإحسان يعني هذا الرجل الذي ضح بكل ما يملك حتى أسرته حتى عائلته حتى أملاكه التي ورثها طبعا وكل ذلك بحياته كل ذلك قدمه في داء للوطن إذن هذا الشخص له علينا من الفضائل ما لا يمكن أن نؤديها في حقه بكل صدق الأمير عبدالقادر لم يقدم فقط للجزائر بل حتى في وجوده في المنفى بسوريا صراحة من خلال يعني القضاء على فتنة الفتنة التي حدثت بين المسلمين والمسيحيين بين المسلمين والمسيحيين فالأمير عبدالقادر جنب سوريا من استعمار حرب أهلية ومن حرب أهلية طبعا ومن استعمار يعني منع كل المبررات التي كان يمكن للقوات الغربية أنذاك الهجوم على دمشق واستعمارها نعم إسهاماته وتأثيراته لم تقتصر فقط على تحقيق النهضة الفكرية والسياسية والعلمية والمجتمعية في الجزائر بل تعدت أيضا إلى الوطني العربي ومختلف دول العالم وقد تم تكريمه أيضا من طرف الرئيس الأمريكي إبراهيم لين كولين الدكتور أو البروفيسور عبدالقادر دحدوح أستاذ عم الأثار بجامعة بازا ومؤلف كتاب سكة الأمير عبدالقادر الجزائري وبناء السيادة الوطنية كل الشكر لكم على كل هذه المجهودات في تسليط الضوء على أعلام الجزائر ممن كان لهم دور كبير في بناء هذه النهضة المجتمعية والفكرية في الجزائر وليس فقط في الجزائر إنما في الجزائر في مختلف دول العالم أيضا العفو أخي الكريم وشكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة شكرا جزيلا لك إذن بروفيسور عبدالقادر دحدوح وبالحديث عن أعلام الجزائر المبدعين أصل وإياكم مشاهدية الأفاضل لختام فقرات برنامج هذا الصباح كل الشكر لكم على المتابعة دمتم أوفية في أمان الله اشتركوا في القناة